مساء الخير على حضراتكم ومساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان برحب بحضراتكم حلقة ويوم جديد من أيام المحترف حلقتنا النهاردة إن شاء الله حلقة دسمة جدا جدا هنتابع مع حضراتكم طبعا الأحداث اللي حصلت في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى طبعا وكمان هنتكلم على طبعا تصفيات كأس العالم تصفيات كأس العالم على مستوى تقارة أفريقيا وقارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 هنتابع كل تفاصيلها وكل المجموعات كل الفرق حزوز الفرق وأكيد هنتكلم على منتخبنا القومي المصري اللي إن شاء الله نتمنله التوفيق في مبارتين أمام أنجولا والجابون إن شاء الله للصعود للفاينال ستيج للتصفيات النهائية وتحقيق حلم الجميع بالوصول لكأس العالم 2022 دايما عندنا أخبارنا وأخبارنا بتبقى سريعة لكن مهمة جدا جدا في بعض طبعا الأخبار اللي يمكن حدست على الساحة العالمية الخاصة بكرة القدم وأحب مع حضراتكم دايما نرجحها قبل ما نخش على الصحف العالمي نجميلها الكبير محمد صلاح محمد صلاح هو بطل شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي قائدنا وقائد منتخب مصر محمد صلاح بيحصد الأمجاد بعد ما أعلنت رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية طبعا عن نجم فريق ليبرفول بالفوز بجائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز حضراتكم عارفين إن الجائزة دي بتمنح خلال تصويت الجماهير على قائمة اللاعبين المختارين من قبل طبعا الرابطة المحترفة اللي ضمت خمس مرشحين كبار على مستوى طبعا في الفوضن لاعب المان سيتي ورئيس طبعا لاعب وستهام يونيتد وكان فيه جيمس طبعا نجم تشيلسي وكثير من اللاعبين ولكن محمد صلاح بتقلقه في هذا الشهر بيحصد هذه الجائزة الكبيرة ويتكون طبعا دي على الشهر التاني على التوالي محمد صلاح كان هو الحائز على هذه الجائزة في شهر سبتمبر وكمان حائز على هذه الجائزة في شهر أكتوبر كمان محمد صلاح فاز في طبعا حضراتكم عارفين محمد صلاح دلوقتي هو هداف البريميال ليج برصيد عشر أهداف بفارق يمكن ثلاث أهداف عن جيمي باردي طبعا لاعب ليستر سيتي لكن كمان شهر أكتوبر محمد صلاح شارك في أربع مباريات مع ليبر بول ساهم في تحقيق الفوز خلال مباريتين أمام واتفورد طبعا 5-0 وأمام المان يونيتد وسجل طبعا سلاسية رائعة ويتعادل أمام المان سيتي 2-2 وبريتون 2-2 تم اختيار هدف محمد صلاح كمان في مرمى المان سيتي كأجمل هدف في شهر أكتوبر طبعا سجل فرعون المصري زي ما بقول لحضراتكم خمس أهداف في شهر أكتوبر منها زي ما قلت لحضراتكم ثلاثة هاتريك أمام المان يونيتد وهدف في مرمى واتفورد وهدف في مرمى المان سيتي طبعا كل التوفيق لمحمد صلاح اللي زي ما بقول لحضراتكم السؤال دلوقتي ويمكن الناس بتسأل كتير جدا هو محمد صلاح هيجد التعاقده إمتى؟ التعاقد مع محمد صلاح ما تمش للغاية دلوقتي زي ما بقول لك يعني هو طبعا التعاقدات مع اللعيب الكبار مصاف يعني الليفل العالمي زي محمد صلاح رونالدو وميسي بتاخد بتاخد أشكال مختلفة ويمكن هنا في المحترف شرحت لحضراتكم إن الموضوع مش موضوع آه محمد صلاح أفضل في العالم حاليا يلا نجد العقد المدت 3-4 سنين فيه يعني فيه متغيرات كتيرة جدا جدا وفيه عوامل كتيرة جدا جدا يعني بتكون في هذا التفاوض ذكرت لحضراتكم إنها إن محمد صلاح أكيد هو أفضل لعب في العالم دلوقتي لكن الليبربول مش هو المين سيتي الليبربول مش هو حتى دلوقتي مثلا باريس سان جيرمان أو بنتكلمي على تشيلسي لأن هذه الأندية ممكن يكون عندها خزنة مفتوحة لعدد كبير جدا جدا من الأرقام الكبيرة ممكن يعمل بها ترانسفير الليبربول مش من الأندية دي ده جزئية الجزئية التانية كمان على مستوى التقييم لو إحنا قيمنا أكيد محمد صلاح دلوقتي أفضل لعب في العالم بلا جدال لكن على مستوى بعض المؤسسات الكبيرة اللي بتعمل إحصائيات وبيتضاف لهذه الإحصائيات بتعمل تقييم الفاليو تقييم الفاليو كبير جدا جدا وزي ما بقول لحضراتكم المؤسسات دي هنتكلم عليها يعني المؤسسات دي بتحط ترانسفير الترانسفير ماركت دي بتحط يعني زي ما بقول لحضراتكم دلوقتي الفاليو بتاع مهاجمي لبارفول من خلال زي ما بقول لحضراتكم الترانسفير دي بتعمل فاليو لستمائة ألف لعب محترف حول العالم نتكلم على فرمينيو فرمينيو يعني الفاليو بتاعه دلوقتي على حسب الإحصائية 34 مليون نتكلم على أوريجي ده 11 مليون نتكلم على دياجو جوتا طبعا الهداف الرائع واللعيب ممتاز جدا الترانسفير بتاعه 42 مليون نتكلم على إليوت 15 مليون نتكلم على محمد صلاح الفاليو اللي حضر الترانسفير هذه المؤسسة الكبيرة بتتكلم ان محمد صلاح الفاليو بتاعه دلوقتي 80 مليون يورو ساديو مانيه 53 نتكلم على من يومينو طبعا 15 مليون فعايز أقول لحضركم كمان ترانسفير ماركت على حساب أو على التوقعات للفاليو للعيبة وسط الملعب على سبيل المثال ميلنار 5 مليون نتكلم على أليكس طبعا شامبللاند 18 مليون جونيس بتتكلم 27 مليون نبي كايتا 23 مليون تياجو الكنتار 25 مليون فابينيو 66 مليون وجوردان هندرسون 29 مليون ده على مستوى خط الدفاع على مستوى الترانسفير لمدافعي فريق ليبربول نتكلم على أندريا روبرتسون طبعا الباك الشمال الرائع الاسكتلندي 74 مليون ترانسفير ماركت بتاعه أو فاليو هذا اللاعب نتكلم على لعيب طبعا أليكساندر أرنود يمكن أكبر كمان قمته أكبر فسوقيا في هذه المؤسسة من محمد صلاح وصل ل 91 مليون نتكلم على مليون جنيه استروليني فرقم كبير جدا ليه؟ لأن طبعا عامل السن بيختلف كتير جدا اللي أقول لحضراتكم مش التقييم دلوقتي لكن التقييم على حسب السن على حسب المركة على حسب سن اللايب على حسب الفاليو اللي بياخده أو مدة عقده دلوقتي حتى مع ليبربول نتكلم على عوامل كتيرة جدا جدا نتكلم فان دايت من أعظم مدافعي العالم دلوقتي يمكن الفاليو بتاعه وصل ل 42 مليون باوند نتكلم على كمان جوزي جوميز لاعب رائع ومدافع رائع بتكلم 28 مليون نتكلم على ماتيب طبعا اللاعب سردباك رائع 19 مليون فعايز أقول لحضراتكم يمكن دوت بنتكلم عليه إن طبعا يعني طبعا ولسه كمان قدامنا الحراس حراس المارمة أليسون 69 مليون نتكلم على كيلور بنتكلم بـ 2 مليون لوريس كمان بـ 2 مليون أدريان طبعا يعني اللي وعد فيهم بياخدت حوالي 300 ألف جنيه سترلين فعايز أقول لحضراتكم يمكن في الأرقام دي بتبقى منفجأة شوية لبعض الناس المتابعة يعني بتتكلم على أرنود لعيب آه لعيب قيمته دلوقتي 91 مليون ومحمد صلاح أفضل لعيب في العالم قيمته التسوقية بس من خلال هذه المؤسسة 80 مليون بس ده اللي بقول لحضراتكم عليه التقييم في عوامل كتيرة جدا جدا ومن أهمها سن اللاعب سن اللاعب بيكون عامل كبير جدا جدا لتقييم هذا اللاعب بنتكلم على كمان بنتكلم على لعيب دولي لعيب منتخب البطولات اللي حققها بتتكلم على عوامل كتيرة جدا البوزيشن بيخش تعامل التقييم لهذا اللاعب فعايز أقول لحضراتكم أن يعني كمان خلال الفترات اللي فاتت تنفيه رومورس كده حضراتكم عارفين يمكن من أسبوعين أو من ثلاث أسابيع يعني يمكن استحوز مستثمر سعودي على حصة كبيرة أو اشترى نيو كاسل وبالتالي خلال الأيام الأخيرة كمان اتكلموا هل يكون محمد صلاح في طريق نيو كاسل لأن فيه رومورس بعض الأخبار طلعت أن نيو كاسل بيحضر عقد لمحمد صلاح بقيمة 700 ألف جنيه سترليني أسبوعيا عشان يكون هو أغلى لاعب في العالم حصولا على هذا التعاقد في حال التعاقد نيو كاسل مع محمد صلاح بعقد 700 ألف جنيه سترليني هذا الكلام طبعا مش رسمي ولكن بعض الرومورس بعض الأخبار اللي تلعت أن من البلانيج المحطوطة لنادي نيو كاسل أو مستثمري أو مالكي نادي نيو كاسل هو التعاقد مع محمد صلاح وهم على استهداد لدفع 700 ألف جنيه سترليني أسبوعيا لهذا النجم الكبير ويمكن سوء لحضراتكم كمان حطين يعني زي الجرافك كده أن محمد صلاح يعني على أعتاب نيو كاسل ولكن في اعتقاد الشخصي أن الأمور كلها كلها مغريات كتيرة جدا لمحمد صلاح ولكن الأفضل في وجهة نظري الشخصية هو استمرار محمد صلاح مع ليبر بول لأن يعني اللي عمل محمد صلاح مع ليبر بول الثقة الكبيرة من جماهير وحب الجماهير العلاقة الجميلة ما بين يورجون كلوب المدير الفني ومحمد صلاح ما بين محمد صلاح وجماهير ما بين محمد صلاح ولعبته أعتقد هو الاختيار الأفضل وإن شاء الله نشهد تجديد عقد محمد صلاح مع ليبر بول خلال الأسابيع اللي جاي طيب نروح الجزئية تانية خالص جونسان بارنيت جونسان بارنيت ده وكيل أعمال اللعب الدولي الويلزي جاريس بيل نجم طبعا فريق ريال مادريد الأسباني طبعا في حالة من الغضب الجماهير الكبير جدا جدا كان سبب في حالة غضب كبيرة من جماهير إنجلترا ضد هذا اللعب يمكن بعد التصرحات اللي قدل بيها الوكيل مؤخرا حول اللاعب وبداية جاريس بيل على الصعيد الدولي مع المنتخبات قال إيه جونسان قال إن في تصرحات طبعا نقالها ونقلتها صحيفة إيس الأسبانية قال إن جاريس بيل طبعا يعني طبعا الوصول لكاس العالم شيء جيد جدا ويعتقد إنه هيكون بمثابت تتويج كبير جدا لمجد جاريس بيل مع منتخب بلاده فمنذ اليوم الأول اللي قابل في جاريس بيل قال إنه يعني بعشق ويلز بجنون وإنه هو نفسه أن يوصل ويلز إلى كاس العالم جونسان قال في الماضي أو هو من خلال يعني وهو بيتكلم مع جاريس بيل وبيتكلم على يعني فرص انضمام جاريس بيل للمنتخب الإنجليزي قال له إيه رأيك أنت عندك دلوقتي خيارين يما تلعب لمنتخب ويلز أو تلعب في المنتخب الإنجليزي يمكن وكيل أعماله تلع قال لما عرضت عليه كده رد عليه جاريس بيل وقال له لو عايز تبقى وكيل أعمالي ما تقولش الكلام ده تاني مرة مرة أخرى يعني أنا حددت خلاص موقفي وإني أنا عاشق لويلز وإني لن أختار المنتخب الإنجليزي للعب له يمكن التصريح ده لما خرج خلال الأسبوع دوت من وكيل أعمال جاريس بيل يمكن غضب كبير جدا جدا على الساحة الرياضية خاصة في إنجلترا أنه يمكن رابد جاريس بيل للعب للمنتخب الإنجليزي ولكن في اعتقاد الشخصي ده أمر طبيعي جدا يعني الانتماء والولاء اللي جاريس بيل أكيد له ويلز بشكل كبير جدا أنه كمان حيتم معه المباراة المئة خلال الأيام اللي جاية وبالتالي جاريس بيل هو اللي اختار ويلز يكون ويكون من أحلامه الوصول لكاس العالم 2022 كان ليه إنجازات طبعا للوصول كمان لليورو 2020 اللي فات يمكن محقاش نتائج جيدة على مستوى البطولات لكن زي ما حضراتكم عارفين المنتخب ويلز كمان من المنتخبات يمكن يعني في الدرجة الثانية أو الثالثة لكن طبعا يحرص جاريس بيل على التواجد دايما ككابتن طريق للمنتخب الولزي طيب في حالة كمان مصيرة للجدل في الشارع الفرنسي في الساعات الماضية يمكن كشفت الشرطة الفرنسية آخر تطورات في قضية استئجار لعبة من صفوب باريس سان جرمان لشابين من الأجل الاعتداء على زميلتها في الفريق طبعا وفقا لما كشفته وسائل إعلام الفرنسية قامت يعني أمينتا ديالو دي لعبة في باريس سان جرمان استئجرت شابين من أجل الاعتداء على زميلتها خيرا حمراوي وتعد طبعا خيرا حمراوي الفرنسية عندها وصول جزائرية إحدى اللعبات من التشكيلة الأساسية في باريس سان جرمان ويمكن بنيما أمينتا ديالو دي لعبة بديلة يمكن النادي يمكن أصدر بيان رسم النهاردة وقال فيه أن الشرطة الفرنسية احتجزت أمينتا ديالو بعد وقعة اعتداء على زميلتها حمراوي اللي بعدها عن المنافسة وأخدم مكانها في التشكيلة الأساسية للفريق الفرنسي فاريس سان جرمان قال في بيانه أن احتجاز ديالو صباح اليوم وكان نتيجة طبعا لزي ما بقول لحضراتكم استدعاءها أو الاعتداء على زميلتها في هالفريق طبعا من طرائف وعجائب الكرة كمان النسائية اللي دخلت يمكن ليه طبعا دلوقتي مراحل كبيرة جدا جدا لكن من طرائف وعجائب الكرة واحدة بتبلغ على زميلتها هي بتلعب أساسية وهي البديلة بتاعتها فيعني أجرت اتنين كده عشان يعتدوا عليها أو يضربوه علشان هي تلعب مكانها طبعا من عجائب وطرائف كرة القدر طيب عندنا كمان بنتكلم على وقاعة كبيرة جدا أسطورة الليبر بول طبعا بنكلم جيرارد بيستلم الإدارة الفنية لأستون فيلا طبعا تعيين أسطورة فريق ليبر بول ستيفان جيرارد مديرا فنيا جديدا لطبعا أستون فيلا يضم طبعا فريق أستون فيلا طبعا نجمنا تيريزيجيل نتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل وهو إن شاء الله بيقترب من العودة بإذن الله للفريق وكمان العودة إلى منتخب مصر توصل أستون فيلا لاتفاق نهائي مع جيرارد على الإشراف فنيا خلفا طبعا لدين سميس اللي أعلن نادي طبعا قلته الحد اللي فات عقب الخسارة من ساوس هامتون وكانت الخسارة الخمسة على التوالي وزيما حضراتكم عارفين أستون فيلا بيحتل حاليا المركز الستاشر في الدوري الإنجليزي برصيد عشر نقاط يمكن بفارق نقطتين بس عن منطقة الهبوط بعد حداشر جولة في البريمير اللي ستيفان جيرارد طبعا حقق كمدرب إنجاز كبير جدا مع فريق الرينجز في اسكتلندا قام طبعا العام الماضي بالفوز بلقب الدوري الإسكتلندي لأول مرة منذ عشر سنوات وبدون أي اخسارة فكان ده ريكورد هايل طبعا لستيفان جيرارد مع الرينجز وطبعا حضراتكم عارفين تحديات كبيرة جدا جدا حيمر بيها خلال هذا الموسم مع أستون فيلا لكن هو كمان وجه الشوق لطبعا مسؤولي أستون فيلا على السماح مسؤولي رينجز على السماح للخوض طبعا تجربة جديدة في البريمير ليج من خلال الإدارة الفنية لأستون فيلا جيرارد طبعا 41 سنة لعب أكتر من 700 مباراة مع ليفر بول ما بين 98 لغاية 2015 طبق بتسع ألقاب في الأنفلد طبعا بيتكلم كمان على مستوى الدوري الإسكتلندي فهذا ما بقول لحضراتكم السنة اللي فاتت بالدوري الإسكتلندي بدون هزيمة ستيفان جيرارد كمان سطورة ليبر بول ويمكن كمان الغريب في الأمر إن ستيفان جيرارد يمكن أكتر واحد من لعيب ليبر بول سجل أهداف في أستون فيلا من 27 مباراة سجل 13 هدف هنشوف يعني مشوار جيرارد مع أستون فيلا إزاي في هذا الموسم ومن خلال الأسابيع اللي جاي اكترم كمان كمان فرانك لامبارد فرانك لامبارد طبعا المدير الفني السابق لشيلسي طبعا يعني اقترب من تولي القيادة لفريق نورتش سيتي نورتش سيتي طبعا زي ما حضراتكم عارفين ويعني بيستعدت كمان دلوقتي لخود أو عودة للفريمير ليج ويمكن تجربته مع يمكن شيلسي ما كانتش تجربة نجحة لكن نورتش سيتي بيستعد لتعيين فرانك لامبارد مدربا للفريق خلال الفترة اللي جاي كمان زي ما بقول لحضراتكم كل الأخبار كلها يعني على مستوى الدولي لكن عندنا كمان الصحف العالمية وعنوين الصحف العالمية قالت إيه نشوف مع حضراتكم في المحضرات يلا نبدأ جولتنا النهاردة فقرة الصحف العالمية بصحيفة ماركا الأسبانية اللي ركزت على اللقاء المنتخب الأسباني والمنتخب اليوناني في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكاس العالم 20-22 وكتبت وحده الفوز على اليونان يضمن لنا لعب ملحق تصفيات كأس العالم أمام السويد طبعا لسه في أسبانيا مع صحيفة سبورت اللي ركزت كمان على لقاء المنتخب الأسباني ونظيره اليوناني في هذه التصفيات المؤهلة لكاس العالم وكتبت اللعب من أجل التأهل لكاس العالم وأنريكي الفريق يلعب دائما تحت الضغط سنفوز بما تبقى لدينا وصحيفة كتبت عن قرارات تشابي هنلنديس طبعا في برشلونة تشابي يمسك العصى ويشد لعبه بالفعل وبإمكانه استعادة سيد السبع مصابين طبعا تشابي ووصوله إلى برشلونة للقيادة الفنية لكن عنده مشكلة كمان عنده لعيبة سبع لعيبة عنده مصابين بشكل كبير جدا ومهمة صعبة جدا للتشابي لكن أسطورة كبيرة على مستوى كلاعب كمان على مستوى التدريب نجاحات كبيرة جدا جدا في الدور القطري لكن طبعا على مستوى برشلونة الأمور تختلف كثيرا طبعا ولكن تشابي أعتقد هيأدي بشكل أكثر من رأي طيب نسيب أسبانيا ونروح لإنجلترا تحديدا صحيفة The Sun الإنجليزية اللي ركزت على اقتراب أو خلاص تعاقد أستون فيلا مع أسطورة ليبربول ستيفان جيرارد وكانت كتبت يمكن قبل تعاقد أستون فيلا يقترب من تعيين ستيفان جيرارد مدربا جديدا خلفا لدين سميس اهتم كمان بتعيين أدي هارو ده طبعا رسميا كمان كمدرب لنيو كاسل وزي ما قلت لحضراتكم نيو كاسل عنده مشروع كبير جدا ولكن كاسم كبير نيو كاسل في البريمال ليج أعتقد في مركز متأخر جدا جدا كتبت زي ما بقول لحضراتكم عن هذا المدرب الجديد في الوقت الراهن طبعا يعني الوقت الراهن لنيو كاسل وأمال وجمهير نيو كاسل لاستعادة طبعا شكل يؤهنهم حتى لأي دور من أدوار الأوروبا ويكون على مستوى طبعا الاستثمار الكبير حضراتكم عارفين أن فيه مستثمر سعودي في نيو كاسل وبالتالي فيه بلانينج فيه خطة طويلة الأمل زي ما بقولوا أو طويلة الأجل لاستعادة أمجاد نيو كاسل طيب من إنجلترا نروح لإيطاليا تحديدا توتو سبورت الإيطالية اللي ركزت على أخبار سوق الانتقالات في الدوري الإيطالي كتبت الدوري الدوري متوقف وسوق الانتقالات لا طبعا اليوبينتوس وبيوليا يعني ده تجديد حتى عشرين أربعة وعشرين وكمان على مستوى الإنتر ميلا وشيفشينكو بيطلب تعزيز صفوف الجنوة زي ما بقول لحضراتكم كمان شيفشينكو طبعا راح جنوة طبعا هو كان المدير الفني اللي منتخب أوكرانيا بيروح لتجربة جديدة على مستوى على مستوى الدوري الإيطالي في جنوة شيفشينكو زي ما حضراتكم عارفين نجم كبير وكان بيقدي بشكل أكثر من رائع مع منتخب أوكرانيا ولكن تم يعني انتقاله إلى فريق جنوة كمين فريق جنوة من الفرق يمكن دلوقتي مميش في المستوى المطلوب لكن عندها عندها تاريخ كبير جدا جدا مع الكورة الإيطالية لسا عندنا حاجات كتيرة جدا مع المحترف عندنا تصفيات أفريقا المؤهلة لكاس العالم هنتكلم على منتخبنا كمان هنتكلم على التصفيات أوروبا للوصول لكاس العالم ومباريات قوية جدا كل دو مع الناقد اللي هنستضيفه إن شاء الله بعد الفاصل ناقد الكبير إيهاب الجنيدي بعد الفاصل أهلا بحضراتك مرة تانية برحب بحضراتك وبرحب كمان بدفنا النهاردة في المحترف الناقد الرياضي المتميز إيهاب الجنيدي مساء الخير عليك إيهاب مساء الخير عليك كابتن هاني وتحياتي لك ولكل جماهير النادي الأهلي أهلا بك خلينا نبدأ عندنا حلقة دسمة جدا عندنا على مستوى الدوريات نتكلم أكيد عن الدوري الإنجليزي كمان على مستوى المنتخبات بس خلينا نبدأ بالدوري الإنجليزي دوري الإنجليزي قبل طبعا الإقاف الدولي مر 11 جولة من الدوري الجولة 11 كان فيها بعض المفاجآت كان فيها بعض السقوط الأندية الكبيرة في بعض المواقف شفت إجماليا الجولة 11 من البريماليجي زيها أولا أنا كابتن كان الجولة قوية جدا سمح رأيك قلت الجولة شهدت أول خسارة لليفربول السنادي السقوط الأول وده دق جرس إنزار في الأنفلد وفي مدينة ليفربول حول قود قدرة الفريق السنادي أنه يستعيد لقب الدوري يعني برضو كانت الخسارة أولها أمام واستهام بس برضو لازم ما ننساش أنه واستهام فريق مميز جدا السنادي مع ديفيد مويز من أفضل فرق الدور الإنجليزي بالعكس ده لتحد الأوروب يحطه من أعلى الفرق اللي اتطورت الموسم ده على مستوى أوروبا وحلها ففرق بتطور بشكل كبير جدا فيها عدد كبير من نجوم المنتخب الإنجليزي الأول فيها نجوم متميزة جدا السنة دي فبرضو الخسارة من واستهام وان كانت بصعوبة في بلد زمانة باتتفع معك يا أبي واستهام كمان لو رجعنا لليمكن لكاس إنجلترا هي خرجت خرجت المان يونايتد وخرجت المان سيتي والسيتي لسه أولها وقدت موراها لا بأس بها لكن كان الناس بتقول دي فرصة تعطر يمكن تعصر في هذه الجولة كمان تشيلسي والتعادل تشيلسي تعادلت هذه الجولة كان فرصة جبيرة كمان يعني لبرتول يقرب بشكل أو بآخر بالزبط يعني برضو تشيلسي يتعادل مع بيرنلي واحد وواحد كان كان مفاجأ جبير تشيلسي لو كان كسب كان هيبعد كتير يعني هو دلوقتي أساساً كابتل ودلوقتي بعد تلاتة بونت عن صاحب المركز التاني حامل لقب منشستر سيتي واستهام يعني برضو شفت واستهام لا دليل إنه مش المطش مش وليد الصدفة أو النفاس كده لا واستهام تلاتة وعشرين بونت زي وزي منشستر سيتي بينفس في القمة برضو كان فيه ديربي كبير جداً الجولة دي بين السيتي واليونيتد خطبة مدينة منشستر وقدر منشستر سيتي إنه يكسب 2-0 وبتتواصل معاناة فريق منشستر نتكلم على دي أبس خلينا نمسك المباراة بتاعي نجمينا الكبير محمد صواحب تتكلم على مباراة كان ليبرفول أعتقد كان بداية جيدة لكن قابل زي ما أنت بتقول فريق منظم جداً من الجزء الدفاعي وكمان عنده كونتر أتاج بشكل أكتر من رائع شفت المباراة دي إزاي كأداء ليوربين كلوب وعلى المستوى على مستوى النتيجة اللعب في ملعب حرق أعرفه طبعاً لندن الأولمبي تاريخ واستهام فريق لندن كبير في الملعب دوت كانت مباراة صعبة وقابل المباراة لو نفتكر يورجين كلوب بتكلم وقال لي أنه ماتش صعب أنا مش رايح نزه ده ماتش صعب جداً كان حاسس يورجين كلوب في مباراة المباراة حصل فيها جدل كبير حوالي التحكيم الهدف الأول اللي كلنا شفناها كورة أليسون بيكر أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول وكورة فاول مش فاول الكورة حاول يمسكها ويرجين كلوب كان غاضب جداً بعد المباراة وقال أن إزاي يعني تشابك حصل تشابك بين إيدين الحارس بتاعه وبين إيده وجسم جوه المنطقة بتاعت مهاجم فريق واستهام فالمباراة كان جدلية ولكن في النهاية قدر فريق واستهام أنه يفوز بيها 3-2 كل مباراة من بداية الموسم تقريباً هدف ولو قلنا كمان بإضافة دورة أبطال أوروبا مباراة أتلتك ومدريد هتقبل مباراة ثالثة على التوالي اللي ما بيسجلش فيها محمد صلاح صحيح يعني بالطبع مش لازم كل مباراة بيسجل فيها لازم يسجل فيها محمد صلاح لكن على مستوى الأداء أعتقد أدى بشكل جيد يعني وكمان من خلال الأرقام أرقام المباراة هنشوفها معاك ياهاب ونستعرض برضو من خلال الأرقام أداء ليبر بول لأنه فيه فترات معينة كان ليبر بول الأفضل بشكل كبير سنحط له بعض الفرص لكن ما قدرش يسجل منها طبعاً الهزيمة قدامنا الإحصائية طبعاً 3-2 لصالح وستهام الفرص 7 يمكن 6 فرص ليبر بول سجل هدفين 7 وستهام سجل 3 نسبة الأهداف المتوقعة تقريباً كانت لصالح ليبر بول بفرق دايق جداً 1.6 مقابل 1.0 الاستحواز 64 لصالح ليبر بول مقابل 36 التمريرات الصحيحة إجمالي 87% ليبر بول مقابل 76 لوستهام التزديدات أو التصويبات على المرمى ليبر بول 15 تصويبة منها 5 ما بين القائم والعرضة مقابل 6 لوستهام منها 3 ما بين القائم والعرضة عرضيات 24 ليبر بول 14 وستهام طبعاً الرقميات 2 ليبر بول 3 وستهام برضو خلينا نتكلم ده اللي بقولك عليه إن في بعض الفترات كان فيه تفوق واضح لفريق ليبر بول لكن ما قدرش يترجم السيطرة داية لأهدافه بالتالي كان وستهام من خلال استغلال الفرص كونتر أتاك كمان بشكل أغطى من رائع قدر يعني يكسب المرافق بالضبط كما تقول الأرقام معظمة في صالح فريق ليبر بول ولكن ديفيت مويس المدرب الزكي جداً عمل حاجة في المباراة دي جميلة جداً نتكلموا عليها في إنجلترا زي من نقول عن نرا كده لا يفل الحديد إلا الحديد هو لا يب بنفس طريقة ليبر بول يا كابتن يعني نزل يلعب على كونتر أتاك دافع كاز جداً زي ما ليبر بول بنشوفه المباراة بتاعته بتستغل السلاسي الرهيب فرمينيو أو جوتا مع صلاح ومانيس سابتين وبيغير دايماً في النص فرمينيو أحياناً وأحياناً جوتا وهجم مرتدة سريعة جداً بيخلي ليبر بول يجيب أهداف كتير في كل المباراة اللي خادها من بداية الموسم في البطولة الأوروبية أو في الدولة الإنجليزية نفس الأمر عمله ديفيد مويز فرض لقابة رثيقة جداً على السلاسي الهجومي الرهيب لفريق ليبر بول واعتمد على الهجمات المرتدة السريعة اللي عنده عناصر بتقدر تنفذها بنجاح جداً عنده لعب في نص الملعب لعب رهيب يا كابتن اسمه دي كلان رايس نجم منتخب إنجلترا لعب متميز جداً نجم المباراة الأول واختير من أفضل لعب المباراة واختير من أفضل لعب الشهر بسبب المباراة عندهم سعيد بالرحمة لعب عالي جداً عربي عامل أداء متميز المهاجم بتاعهم اللي بينافس صلاح من بداية الموسيقى قبل لمصالح يفرق طبعاً في الهدف على لقب الهدف أنتونيو فالفرقة جميلة جداً وديفك مويز جيري يعمل فرقة قادرة على التنافس لكن من الغريب برضو وإن طبعاً كلنا تابعنا المباراة إن رغم التفوق الفريق الليفر بول لكن هدفين من كورتين سبتين يعني الكرة الأولانية كورتن ودخل وكان فيها عطرات شوية لكن الجوني التالت كان كمان من كرة سبتة لعبت على عرض البعيدة وكان حتى الحالة الدفاعية الليه فريق رغم وجود طبعاً يعني فان دايك ونتكلم على أخطاء الطبيعي ما بتحصلش كتير في ليبر بول الجوني التالي كونتر أتاج هايل لكن الجوني التالت والجوني الأول كورت سبتة وده تتكلم عليه يورجين كولوب بعد المباراة كابتن وقال حاجة غريبة يعني هو تتكلم على تفاعل فرقته برضو وقال إن حاجة غريبة الأهداف اللي جات فينا إحنا النهاردة كان قال إن في أخطاء غريبة جداً أنا مش متخيلها وما بتحصلش كتير معانا زي ما حالك بتقول وتسبب منها هدفين للفرقة بجانب الفرص الكتير زي ما شوفنا إن فرقة ليفربول لها يا كابتن خلال المباراة 15 تصويب على المرمو أو 15 تصويب فعلاً على المرمو منهم 5 ففرقة ليفربول راحلت كتير جداً ولكن كان فيه عدم تركيز هو نفسه قال كده كان فيه تصرع في إنهاء الهجمة قال ما كناش مركزين في التلت الأخير من الملعب وده يمكن الليفربول دفع تمنه وتكبت بيه أول خسارة في الموسيقى هو كان طبعاً على المستوى بعد المباراة كان حزين جداً طبعاً يوجن كلوب كانت فرصة كمان إنه يقترب بشدة من طبعاً يعني تشيلسي المتصدر لكن تعالوا مع حضراتكم نشوف يوجن كلوب المدير الفني الليفربول قال إيه بعد الهزيمة من وسط هام 3-2 بدأ الأمر بالنسبة لي وكأننا نفقد الصبر كان الأمر كما لو لم يكن لدينا ما يكفي من الفرص الواضحة لذلك أردنا تغيير الأخطاء في الواقع تغيرت تمريراتنا في وقت مبكر جداً وكان علينا القيام بذلك في المقدمة وعندها نؤمن أنفسنا بشكل أفضل ثم كنا في مواقف فقدنا فيها الكرة إنها بطاقة حمراء واضحة في الواقع لا يوجد نقاش مرة أخرى لا أعرف ما سيقولون على الأرجح لأنه لمس الكرة أو لا ولكن في التدخل المتهور يمكن أن تلمس ما تريده أو لا لا يمكنك التحكم في ساقك لدرجة أن لا تضرب خصمك في الساق لا يمكنك التدخل بهذه الطريقة إياً كان لا يمكنك ركل كرة بهذه الطريقة لا يمكننا اتخاذ هذه القرارات بوضوح والحكم لا أعرف ماذا سيقول عن ذلك ولكن في المباراة بدأ واثقاً تماماً من أن قراراته كانت على ما يرام على غير العادة طبعاً يوجد كلوب يتكلم شوية عن التحكيم بشكل أو بآخر ده دليل أنه فعلاً كان كل أماله وكل طمحاته الفوز بهذه المباراة قبل طبعاً التوقف الدولي علشان يكون قريب من تشيلسي ويمكن كان حافظ كمان تعادل تشيلسي كان حافظ بالنسبة لي يبقى فرق النقطة واحدة لو كان كسب لو قدر أنه يحق الفوز كان هذا يبقى فرق النقطة واحدة ولكن زي ما تكلمنا عكبت نهاني أن التحكيم كان عليه جدل كبير جداً في المباراة يتكلم على الهدف اللي دخل فيه في أليسون بيكر وقال إن دي فاول للحارس المرمو يتكلم على كرة كان فيها طرد اللعب واستهام وهو نفسه كل محور الكلام خلال المؤتمر الصحفي كان على التحكيم وزي ما نحن نقوله على غير عادي جورجين كله ما بتكلمش كثير على التحكيم إنما هو كان غاضب جداً بعد المباراة من التحكيم وقال أنا مش عارف الحاكم اللي كان مستقربه هو حتى بيقولها بسخرية الحاكم كان وصل جداً فرض الملعب وبيدي القرارات أنا مش عارف لما يهيد المباراة ويشوفها هيقول إيه في قراراته دي طب على مستوى ديفيد مويس طبعاً المدير الفني لو استهام لقد حاولنا بالفعل التغيير قليلاً في الشوط الأول على أمل أن نمنح أنفسنا فرصة الحصول على المزيد من الكرات في الحقيقة لم ينجح الأمر كما كنت أتمنى لكن هذا كله يعود إلى ليفربول وقدرتهم على التغيير مهما فعلت ستغير ليفربول ويجدون المساحات اللاعب فيها إذا كنت تحاول إغلاق مساحة فسيذهبون إلى مساحة أخرى هذا يعطيك مزيداً من الحماس والإصرار تعليق يا هاب هو بيعترف بطفاق ليفربول ويقول إن ليفربول فريق صعب جداً لأنك ترعب على المساحات اللي كنا بنقولها كابتن السراسي الهجوم الخطير يقول كل ما تقفل المساحة برضو هتلاقي مساحة جديدة قدامهم ولكن ده بيأكد لنا برضو إن قد إيه مويس تعامل مع المباراة بشكل زكي جداً بشكل جيد جداً مويس يا كابتن وحضرك طبعاً عارف النقطة دي إنه كان مدرب أبليكينا من شستر وينايت عنده خبرات كبيرة مدرب ناجح استفاد من خبراته دي كلها سنة دي وظهر بأفضل شكل له حالياً هو ده أفضل صورة أو أفضل ممكن نقول نسخة من ديفيد مويس من سنين طويلة في البرايمالليج مع كل الفرق اللي دربها صحيح يمكن على يعني طبعاً تغيير المدربين كان من أولى الناس الناس يعتقدته كثير من المتابعين خاصة للبريمالليج قال إن أرتيتا مدرب الأرسنال حيرحل ويرحل سريعاً ولكن يعود سريعاً كمان يهب بشكل أكثر من رائع وبيفوز على واتفورد 1-0 ومسيرة من الانتصارات والأداء الجيد لأرتيتا أعتقد ما كانش متوقع بشكل كبير أرتيتا عكبت نقاطاً زي رابطة البرامة المالج بتقول المدرب الأعلى تقييماً في النقاط خلال الشهر اللي فاد ومنتصف يعني بقى له حالياً 6 أسابيع هو الأعلى تقييماً في النقاط فريق أرسنال وزي ما حدرت تبعنا وزي ما حدرت قلت بيخسر في أول بيبدأ الدوري زي ما قلنا لغاية الجولة الرابعة تقريباً في زيل الجدول واخد نقطة تقريباً 3 هزائم وتعادل وحيد فجأة أرسنال ماشي كل المباراة انتصار كل المباراة بيحقق الفوز بيقدم أداء متميز جداً قدم لعيبة حتى جديدة تشكيلة غريبة يعني عملها وعمل لعيبة كويسة زي سميسرو اللي دلوقتي رح منتخب إنجلترا وبلينة كلام عليه لعيب مميز جداً فهو الحقيقة مايكل ميكل أرتيتا عمل شغل كويس جداً وده يمكن ينبق أو نبوءة العراف جوارديولا لما قالوا عليه قالوا لا طبعاً وكمان عودة النيني يمكن عودة النيني يمكن نزل في أثناء المباراة في الشوت التاني عودة النيني كمان مع أرتيتا أرتيتا محتنع من النيني بشكل كبير آه ما بيشاركش كتير في البرميال ليج لكن على مستوى كاسر رابطة النيني بيشارك بشكل كويس وده إن شاء الله ينعكس بكرة على داء النيني ومتخبنا بإذن الله لكن أرتيتا بعد طبعاً الكثير من الأقوال أنه سيرحل عن الأرسنال بيسبت أغضابه مرة تانية نشوف قال إيه بعد الفوز واحد سفر ونرجع مع حضراتكم يجب أن أعرف بلاعبنا والفريق والنادي أقول إننا أمينين أكثر من الآخرين ربما لدرجة السداجة أحياناً لكن إذا كان كلاودي ورانيري يشعر بغير ذلك فإني أعتذر ليس هناك قصد للاستفادة من ذلك الوضع أعتقد أن المباراة كانت هامة جداً وواضح أنه ربما تكون هناك لحظات محبطة لقد توقعنا خطة معينة من الخصم يجب أن تواجه ذلك وأن تكون متوازناً ومصمماً بماذا تريد أن تحقق في المباراة وما يجب عمله للفوز بالمباراة لم نفرط في ذلك وفي رأيي هذا هو سبب انتصارنا في المباراة واضح كمان من البادي لانجوج بتاع أرتيتا أنه بدأت ثقة تعود لي من خلال النتائج من خلال أداء فرقته ويهاب حتى في المؤتمر الصحفي واضح جداً وخلاص العصبية اللي كانت بين أو التوتر اللي كانت بين في بدايات البرميال الليك ده اختفى وبالتالي ده بينعكس بشكل أو بآخر على الفريق يعني إيجابياً حالياً أرسنال لعشرين نقطة بيفصله نقطتين بس عن صاحب المركز الرابع فريق ليفربول يعني أرسنال الخامس وليفربول رابع اتنين وعشرين نقطة وعشرين هكذا نشوف الجدول والترتيب يعني بيتقدم كمان على فرقة مانشستر يونيتد بيقدم أداء متميز زي ما قلت الحراك أرتيتا أرتيتا واسك فرقته وبيشكل ده يعني زي ما نقدر نقول أنه هو وصل أخيراً عمال من بداية الموسم بحط ده هنا وأجيب ده قدام وأجيب أوبوميانجي ألعابه جناح بعد ما كان فروت صريح وأخذ أليكساندر اللاجزة أحطه فروت صريح عمل أعد التغييرات إلى أن وصل للشكل اللي عليه أرسنال حالياً اللي قدر من خلاله يحصد الكثير من النقاط زي ما شوفنا في المبارات اللي فاتت تقريباً لغة الانتصار بقت ملازمة لأرسنال وعادة الضحكة من جديد والفرحة لجماهيره طب حاخد من دوته كمين بعض الناس أو بعض المتابعين طبعاً خاصة لتوتنهام قالك هل كان من الممكن الصبر شوية على نانوسانت والمدرب اللي تم قلته وتعيين كونتي وانت عارف طبعاً كنت مدرب كبير جداً طبعاً وكان ليه باع كبير مع الانتر وفاز بالسيريا قصة سنة اللي فاتت لكن التعادل مع الافرتون وبعض الناس بتقول يعني كان فيه تصرع شوية من إدارة توتنهام لرحيل نانوسانتو عن الفريق ولا أنت شايف أنه كان خلاص دور انتهى أنا كنت شاف أنه نانوسانتو أخطأ النصاب وولفر هامبتون الفريق اللي عمل معاه أفضل إنجازات الموسم اللي فات اللي بدأ اسمه نانوسانتو يتردد في أوروبا كلها كمدرب قادم قالوا عليه خلاص مدرب قادم من ضمن شريحة المدربين الكبار زي يورجين كولوب وزي كورديولا وكده الرجل تركب السلم خلاصه داخل السكة دي لكن للأسف بدأ بعد كده نتائجه مع توتنهام لم تكن مشجعة فريق توتنهام أحد الفرق الكبيرة في إنجلترا اللي الجماهير عندها جماهير تعود من هناك بنقطة أنا شايفة بداية قد تكون جيدة لأنطونيو كونتي مع الفريق دايما كونتي ويمكن من أسباب رحيل رغم فوز كونتي بالسريا آ ورحيله عن الإنتر كان لي لي استراتيجية معاينة كونتي من المدربين اللي بتحب تجيب لعيبة كتير بيشوف المراكز بغض النظر عن البودجت بغض النظر عن الترانسفير ومن الواضح أنه عايز يستجلب أو يجيب بعض اللعيبة الإيطاليان لتوتنهام للمشارقة ويمكن في خلال الترانسفير اللي جاي خلال يناير اللي جاي من تاتو الشيطوي يعني أنت إي رأيك كمان في الاستراتيجية دا هل كنت من المدربين الأكيد حيجيبوا 3-4 لعيبة من خلال الترانسفير اللي جاي ويكون لعيبة من الدور الإيطالي أحد شروطه يا كابتن لما وقع العقد مع رئيس نادي توتنهام إن عدم التفريط في النجوم وخاصة هاركين هاركين اللي كل العالم يسعى خلفه تقريبا أندية العالم يسعى خلفه أهل نهاجي نفس اللي عمله بالزبط في فرقة زي ما احنا عارفين هو ساب إن ترميلا عشان باعوا لوكاكو وأشرف حكيمي وباعوا الفرقة فأهل أنا مش أستمر في الفرقة مش أقدر أستمر هي دي السياسة وهي دي النهج اللي بيسير عليه كونتي كونتي مدرب دايما بيحب عنده ترسانة من النجوم بيحب إباد على الدكة فريق تاني زي اللي بيلعب جوه الملعب وهو ده يحضر دلوقتي خطته أقدم خطة لإدارة توتنهام ببادجت معين كبير تحط وإنه هو عايز اللعيبة دي في المركات والشتو المقبل وهدد فعلا في البداية زي ما قال التقارير الجلزاء إنه لو لم يتم توفير هؤلاء اللاعبين مش يقدر يستمر هل حدد أسماء يهب في أسماء بعينها ولا لسه الأمور مش بينهم قال هيقدم يا كابتن كان فيه تقرير منشور في القصة دي قال إنه خلال بعد ما يقود الفرقة في عدة مباريات قال أنا هقدم تقرير وافي للإدارة باللعيبة اللي محتاجها والمراكز اللي محتاجها للتدائم ولكن اللي أكد عليه إنه اللي أنا برضو هعايز أقوله إنه هو ما بيعتمدش مش زي برشلونة في مدربين يجي البرشلونة يبص للمسيه وطلع نجوم منها هو عايز اللايب تجاهز اللايب عن طريق كنتي مش مدرب بتاع العيب ناشئ أجيبه أعمل منه نجمه وأقدمه للجماهير زي ما حصل في برشلونة السنة دي نجوم كتير جدا برشلونة جاية يا كابتن يعني هنيجي ليه بس هو جاي نجوم صغيرين كلهم ده مش كنتي كنتي لأ كنتي هاتلي لوكاكو هاتلي رونالدو هاتلي ميسي دي سياستو عشان يستمر الفريق في بعض التقارير بتقولي أن كيسي طبعا اللعيب في وسط الملعب طبعا الرأي أنا بشوفه من أفضل اللعيب خط النص على مستوى العالم ممكن يكون متواجد في توتنهام خلال الترانسفير الماركتي اللي جاي في يناير لكن طبعا أكيد الميلان كمان وضع شروط كبيرة جدا تعالوا مع بعض نشوف كونتي المدير الفني لتوتنهام قال إيه بعد المباراة عندما تريد أن تكون كبيرا وتصنف من ضمن المنافسين عليك أن تمتلك فريقا ثابت الأداء لا فريقا متأرجح النتائج حفظنا على نظافة الشباكلة واعتقدوا أنها بداية جيدة للتحسن في بعض الأحيان يمكنك أن تعطي لاعبيك تدريبا في الجوانب التكتيكية والبدنية لكنهم لا يمتلكون الدافع والإرادة لعب الفريق يظهرون أنهم في مكان جيد فيما تعلق بذلك الجانب إنهم في مكان جيد وهذه نقطة مهمة لي لأبدأ عملي طبعا كنت عنده عمل شوق الموضوع مش سهل وأعتقد البريميال ليج ليه مواصفات خاصة على مستوى الجماهير على مستوى المدربين الأمور مش هتبقى طبعا الدور الإيطالي دوري قوي لكن الصراع كبير جدا جدا فيه الدوري الإنجليزي خاصة أن توتنهام يعني كل جماهير وتطمح أنها على الآن تكون لها دور أو مركز في الشاملز ليج السنة اللي جاي ما في الشك واضح حكبت من البادي لانجويتش بتاعت كونتي والكلام اللي كلم به كلام بسقة أعيز أقول حركة أن تدريب توتنهام تحدي يعني فعلا واخده كونتي تحدي كبير ليه؟ كونتي تم ربطه بأكبر فرق اسمه بأكبر فرق العالم في المركاتو الصيفي اللي فات زي ما شوفنا وبعد المشي كان ريال مادريد مرتبط به كذا فرق كبيرة في العالم فأواخد القصة دي تحدي مع تدريب توتنهام أن أنا هعمل من توتنهام فرق كبيرة ويجب أن إحنا ما ننساش أن كونتي ليس غريبا على الدور الإنجليز الممتاز قبل كده قاد تشيلسي وكانت تجربة إلى حد ما ما نقدرش نقول برضو مش متميزة كان ليه تجربة جيدة مع تشيلسي طلع منها على الدور الإطالي ومسك فرق كبيرة وحق نجاحات فأعتقد أني كنت قادر على تحقيق النجاح في الدور الإنجليزية وإن كان المسلم ده صعب الدور الإنجليزي ظهر بعد 11 جولة حتى الآن يا كابت لو قلنا نقول نقطة واحدة نقدر نقولها ما تقدرش تقول من البقر طب تعالوا لو أنت نشوف جدول الترتيب تعالوا نشوف جدول ترتيب الدور الإنجليزي بعد 11 جولة طبعا في المركز الأول تشيلسي بـ 26 نقطة المان سيتي 23 نقطة وستهام يونيتد في المركز التالب بـ 23 نقطة ليبربول في المركز الرابع 22 أرسنال في المركز الخامس 20 نقطة المان يونيتد في المركز السادس 17 نقطة ترايتون في المركز السابع 17 نقطة وورف هامتون في المركز الثامن بـ 16 نقطة مركز التاسع التوتنهام مأمورية صعبة لكنتي في هذه البطولة بـ 16 نقطة كريستال بلس في المركز العاشر 15 نقطة أفرتون في المركز 11 بـ 15 نقطة ليستر سيتي نفس عدد النقاط في المركز الـ 12 سارس هامتون في المركز 13-14 نقطة فرينفورد في المركز الـ 14-12 نقطة ليتز يونيتد في المركز الـ 15-11 نقطة أستون فيلا في المركز وطبعا مهمة كمان صعبة لستيفن جيرالد واتفورد في المركز الـ 17-10 نقاط بيرنلي في المركز الـ 18-8 نقاط نيو كاسل في المركز قبل الأخير بـ 5 نقاط ونورس سيتي في المركز الأخير بـ 5 نقاط لسه ما نقدرش نقول يهاب المنافسة راحة فين أعتقد في مشكلة عند المان يونايتد بعيد شوية بتتكلم دلوقتي عودة قوية جدا للـ Arsenal واستهام في المركز الثالث وده أتخاذ الشخصي أتخاذ شخصي مفاجأة الغاية دلوقتي مفاجئة وجوده في المركز الثالث طبعا بأداء أكثر من رائع لكن شايف أنا عايز أكلمك سريعا على المان يونايتد شايف المان يونايتد مع سول شاير لسه متمسكين بالغاية دلوقتي قصة يا كابتل أنت حرارة بطول الترتيب أنا عامل علامة كروس كده على مان يونايتد على مان يونايتد السؤال اللي عايز أوجهه يعني سير أليكس فريكسون يعني يعني سؤال إلى متى الصبر على سول شاير سول شاير في قاعدة برنجا بهير مان يونايتد كل ماتش نطلع نقول إنه سول شاير خلاص ده الأخير ليه خسارة في أوروبا خسارة في الدوري يعني أنت خسرت الدوري اللي اتنين ديربي الكبار بتوعك في إنجلترا قدام ليفربولو بنتيجة تقيلة جدا وبعد كده خسرت تاني من منشستر سيتي في ديربي المدينة ديربي مدينة منشستر وخسرت 2-0 الجولة اللي فاتت سول شاير قاعد ليه فريكسون بيدافع عنه ليه يعني دايما فريكسون واصق فيه وبيقول لي نمنحه الثقة يعني الوحيد حاليا أن التقارير الإنجليزية بتقول أن من يدافع عن بقاء سول شاير هو سير أليكس فريكسون يمكن عشان اختياره مش عارف النقطة التانية برضو في الجدول اللي عايزة أتكلم عليها فريق نيوكسل هل الأموال هتصنع فريق وتنقذه من الهبوط نيوكسل حاليا في المركز التسعة عشر مهمة صعبة جدا ما ننساش أن احنا بنتكلم في جولة الحداشر جولة الحداشر يعني نقدر نقول تقريبا أن تلت البطولة عدة أكتر من ربع يعني شوية خلاص هما مطشنوا يبقى تلت البطولة عدة فالمهمة صعبة جدا هل الأموال الكبيرة والاستثمارات السعودية اللي تم دقها هيتم دقها في النادي في يناير اللي جاي زي ما قالوا هل هتقدر تنقذ الفريق هو ده اللي منتظرون أعتقد يمكن على مستوى البلانينج أكيد السنة دي يمكن هم بيحاولوا عدم الهبوط ويكون عندهم السنة اللي جاية عندهم يعني متسع من الوقت أنه يجيبوا نجوم على مستوى كبير جدا لأنه يكسل كمان من الفرق الكبيرة أحد الأسماء الكبيرة في الكرة الإنجليزية طبعا كابتن وآلن شيرر وناس كبار طبعا عايزة أسألك لو خليفة سول شاير يكون مين زيدان زيدان هو الحل الوحيد حلال لإنقاذ منشيستر يونايت وأعتقد ده هيكون الحل القريب في الفترة الجاية أكيد طبعا زين الدين زيدان من المدربين الكبار وبعض وسائل الإعلام حتى في إنجلترا كان الاسم زيدان موجود يمكن كان الاسم كونتي موجود بقوة لكن كنت انتجه ليه توتنهام توتنهام لكن طبعا يبقى يبقى طبعا زيدان يمكن نرشح خاصة من كريستيان ورونالدو موجود في المان يونايتد وبعض الناس بتتكلم أنه في حالة إقالة سول شاير أعتقد أنه زين الدين زيدان هو هيكون على رأس القائمة الفنية هو كمان يا كابتن المدرب الوحيد حاليا من الكلاس وان أو المرتبط اللي موجود حاليا على الساحة في أوروبا تقريبا زيدان كلهم اشتغلوا يعني آخر حاجة كان كونتي وميسك توتنهام أنشلوتي في بداية الموسم رحلية المدريد تشافي حتى انتقل وهيبلينا عليه كلام برشلونا كل المدربين تقريبا كل الفرق سكنت تقريبا الاسم الكبير اللي ممكن يناسب اسم وقيمة الشاطين الحمر فريق منشصة أحد أعرق أندية العالم مش إنجلترا هيكون زين الدين زيدان خاصة زي ما حالك قلت في ظل العلاقة القوية جدا اللي بتربطه بكريستيان ورونالدو زيدان هو المدرب الذي أخرج أفضل ما في كريستيان ورونالدو اللي عمل الإبداع بتاع كريستيان ورونالدو في الثلاث سنين السحرية بتقريبا ثلاثة دورة أبطال واربعد في ريال مدريد كان هو زين الدين زيدان مع رونالدو طيب نسيب الدورة الإنجليزية ونروح للدورة الإيطالية كمان الدورة الإيطالية أهب أعتقد الصراع بقى ثلاثي يمكن اختفاء اليوفينتوس شوية عن المشهد ولكن في اعتقاد الشخصي مش هيكون كتير لكن نابولي انتر وميلا وصراع الثلاثي على القمة في الدورة الإيطالية دورة الإيطالية يعني انتر شوية وراء يا كابتن شوية برضو هو فرق نقاط مش كبير مش كبير بس لعبة القط والفارمن بداية الموسم مع نابولي وميلا نابولي وميلا عاملين موسم مفجأة يعني في غياب المفروض أنت تحط ثلاث فرق اللي كان قبل بداية الموسم مع كابتن لما تكلمنا وحنا هنا والتجهيزات وروما وموريني وكلام ده كان كل الكلام بيتكلم ان احنا نقول ان يوفينتوس السنادي وانتر ميلا البطل طبعا وحامل اللقب دايما بتبالي حزوزه بجانب التجهيزات القوية جدا لفريق روما واللي استعدادت اللي عملها ولكن فقراء الجنوب فريق نابولي يتصدروا جدول الدوري ومعهم ميلا اللي مع استفانو بيولي بيقدم أداء متميز جدا الفرقتين مفيش حد فيهم عايز يرمي الفوت وزيان بقول الفرقتين الجولة اللي فاتت كسبوا اللي قابليها كان دا تعادل طب تعالى نوانت نشوف نتائج الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي ويمكن الميلا والتعادل كمان على مستوى الدرب نشوف محضراتكم نتائج طبعا امفل 2-2 تبوز 3-2 على ساسولو سامدوريا والهزيمة من بولونيا 2-1 لاتسيو التعادل 1-1 مع بيرونا ميلا والتعادل في الدرب درب العاصمة 1-1 مع الإنتر في نيتيا وتبوز على روما 3-2 وحاكلمت طبعا على هذه الهزيمة لكن كان لها أثر كبير جدا جدا في طبعا جماهير روما وخاصة نتكلم على مورينيو وطموحات مورينيو لكن خلينا نقود من دية هزيمة روما وهل علامة استفهام دلوقتي على أداء روما مع رغم انطلاق بداية رائعة جدا مع مورينيو لكن في الأسبوع الأخيرة في هزيم كتيرة جدا كدن حتى على مستوى يعني على المستوى الأوروبي دور المؤتمر أمام فريق مغمور صحيح حاليا صحف الإطالية كلها بتتكلم على أين مورينيو بعد صحف قالت أين مورينيو النجم يعني دايما النجم الكبير سبيشال ون في العالم هو أفضل مدرب في العالم من أخذ لقب سبيشال ون ولكن روما بعيد جدا عن الصورة روما لن يستطيع كابتن بعد 12 جولة حالية نقدر نقول أن روما بعيد عن الصورة روما لن يكون من ضمن المنافسين أنا بجزم الحراكة من دولاتي من ضمن المنافسين على الدور الإطالي لا روما برا الصورة تماما رغم ان هو فوق يوفينتوس في التدريتيب بالدوري ولكن لا يوفينتوس بابا فيه بينهم حساسيات كتير والماتش زاد صعوبته كمان بعد ما اليوفي خد كيازة نجم الكرة الإطالية الأول من فورنتينا وشوفنا الثاني الفتت اللي حصل واللافتات الخيانة واللي عملوه مع كيازة فيدريكو كيازة إنما يوفي جاي زي ما حالك بقول جاي وفرقة بطولة زي ما نقول دايما فرقة بطولة تقدر تعود يقدر يعود النقاط اللي متأخر بيها بجانب الفرق اللي قدام زي ما نقول في المقدمة هلها تقدر تحافظ إنما روما بالشكل دوت محتاج وقفة من الإدارة في يناير اللي جاي هل يرحل مورينيو سؤال يطرح قبل ما نتكلم على مورينيو تعال نشوف كمان أرقام مباراة كانت ليوينتوس فورنتينا وفوز ليوينتوس واحد سفر مباراة على مستوى الأسماء تقول إن ليوينتوس آه طبيعا يفوز لكن على مستوى الأداء فورنتينا كمان من الفرق اللي بتقدم كورة جيدة جدا على مستوى الدفاع واللجومي طبعا فوز ليوينتوس واحد سفر الفرص فرصتين ليه فورنتينا لم يحرز هدف خمس فرص ليوينتوس أحرز منها هدف واحد هدف المتوقع أكيد كانت لصالح اليوبينتوس 1.2 استحواز كانت 50-50 نسبة الكاميرات الصحيحة بنسبة 81% للفرئتين التصويبات على المرمى كانت لصالح اليوبينتوس 13 تصويب منهم 3 ما بين القائمة العرضة مقابل 5 لفورنتينا منها واحدة ما بين القائمة العرضة العرضيات 22 عرضية لفورنتينا مقابل 12 اليوبينتوس 5 ركنيات جمع أنت قلت أهاب المباراة كانت رايبة على مستوى حتى الأرقام اليوبينتوس بيفوز لكن كان فوز مهم لليوبينتوس كان بالنسبة له 3 نقاط أهم كثير جدا من موضوع الأدائية نجم المطالق في المباراة الأخيرة ديبالا قدر يختف الفوز لفريق يوبينتوس أنصر مهم جدا بعد رحيل رونالدو يعود غياب النجوم عن فرقة اليوفي يعني تقريبا أنا كابتين دي النهاردة لما تمسك اليوفي ما بتقولش فرقة نجوم ولكن في نقطة مهمة جدا بينهلنا الأرقام والعرضيات دي دفاع اليوفي واللي هو دفاع منتخب إيطاليا برضو في البطولات الأخيرة واللي طالق فيه الاتنين ليوناردو بونتشي وجورجي وكليني ومعهم الظاهرين لازال الدفاع ده قوي جدا بيتعمل عليك 22 عرضية خلال مباراة من فرقة فيورنتينا وفيش ولا عرضية منهم بتقدر تخش مرماق وراهم طبعا حارس مرماق قوي جدا البولاندي تشيزني ولكن فيه دفاع لازال فرقة يوفينتوس لو تبعت كل ما تشطها كابتين حتى في بطولة أوروبا لما كسبوا تشيلسي واحد في دورة بطولة أوروبا كانت الفرقة بتدفع قوي جدا جدا وبيعتمدوا على هجم مرتدة سريعة مهارة كيزة ومهارة بعض العناصر ديبالة طبعا عناصر نص الملعب عندهم المميزة أخوان كوردادو جناح يعني بمميزات قوية جدا هو ده الفريق اليوفي لازال زي ما هو بيرجع شوية شوية زي ما حدك قلت أنا أتطفق معك تماما أن يوفينتوس يرجع اليوفينتوس يرجع بشكل أو بآخر وأعتقد سيبقى فيه صراع رباعي من السلاسي أعتقد زي ما تقولت إيهاب الإنتر كمان مش في مستوى مستوى من بداية السيزون لكن الميلا بيأدي أداء أكثر من رائع كمان على مستوى النابولي واليوفينتوس راجع فيه أعتقد رباعي روما وأتالنطا كمان على مستوى أتالنطا فرق من الفرق القوية جدا تعالوا نشوف حضراته الترتيب ترتيب جدول الدوري الإيطالي في الجولة الأخيرة حيكون معنا حيكون معنا عبال ما يجهز عايز أتكلم معك على كمان مورينيو مورينيو بصفة خاصة هل فيه ضغوط كبيرة جدا هل مورينيو كمان ممكن في وقت من الأوقات ما يكون شوى على الإدارة الفنية يعني ممكن الاستغناء عن مورينيو ولكن ولا الأمور فيه بلاننج وفيه حطين على الأل تلات أربع سنين عشان روما ترجع تاني حتى على مستوى الأوروبي تشعر يا كابتو أنت تشوف مورينيو إن مورينيو فقد الشغل مورينيو عايش على الماضي زي ما بنقول في الكرة الماضية ما تأكلش عايش خلاص حتى الفرق اللي عايش على الماضي ما فيش حاجة دلوقتي في الكرة يقولك إن انت إيه ده منتخب ده كان إيه زمان ده بيام كذا انت الواقع إيه أنا شايف مورينيو دي وجه نظري فيه إن مورينيو عايش على أمجاد الماضي مدرب لم يطور نفسه هو راح الدور الإيطالي بهالة كبيرة جدا على ذكر التاريخ بتاعه مع الإنتر لو نفتكر تحديدا وريال وبرشلونة وريال مريدا مع أدهم وقدر ياخد منهم دور أبطال أوروبا وإزاي كماشا اللي عملها على ميسي دي كان بداية شهرة مورينيو في العالم كمدرب رهيب جدا في الدور الإيطالي عمل اسم كبير جدا ولكن هين مورينيو الآن دور الإنجليزي للموسم اللي فات فشل رهيب مع كل الفرق خلال مسلمين منشستر يونايت تمسكو فشل معها توتينهام تمسكو فشل معها هل تعتقد مورينيو كان من الأفضل ليه يعني عدم عدم خوض هذه التجربة مع روما ويمكن يستنى بعض الترشحات اللي كان بترشح أنه يكون هو على الإدارة الفنية للمنتخب البرتغالي كان من الأفضل ليه على مستوى المنتخبات دلوقتي يعني ياخد راحة شوية من الأندية ويشتغل منتخبات هي دي التجربة اللي نقصة لمورينيو يا كابتل لأنه ما خدش تجربة المنتخبات ولكن زي ما احناك بتقول أنا شايف كان الأفضل ليه زي ما بيقوله كده استراحة محارب قعد قعد فكر وشوف هتعمل إيه الفترة يجاة وكده لأن لازم تحاسب نفسك أن أنت بتفشل ما مش ممكن أن كل الفرق اللي أنت تمسكتها ما فيهاش نجوم تمسكت منشستر يونايتد في الدولة الإنجليز أفضل من كل الفرق الأسماء اللي موجودة عند منشستر يونايتد خاصة في الخط الأمامي وخط منتصر في الملعب ولكن مدرب لا يجيد قراءة أوراقه لا يجيد تحقيق العساكر على أوراقة الشترانج اللي عنده ده اللي موجود في مليشيس النادر ده حاليا مع مورينيو حاليا مورينيو برضو مدرب وإن كان الرومة مفاشل الأسماء الكبيرة اللي يقدر بيها ينافس بس ما شفناش اللامسة بتاعته لازم يباليك أنت كلامستك كمدرب يمكن منتظر كمان الترانسفير ماركت بالنسبة الوينتر الترانسفير ماركت للفترة اللي جاية ويكون لي بعض الرؤية لأن أعتقاد الشخص أن الرومة كمان ينقصها بعض النواحي خاصة في الحالة الدفاعية مش على أعلى مستوى لكن خلينا كمان نشوف ترتيب رومة دلوقتي بيقع في المرتبة الكام في الدوري الإيطالي نشوف ترتيب أعتقد الخامس طبعا نابولي طبعا مع الميلان طبعا نابولي بفار الأهداف طبعا 32 نقطة ميلان 32 نقطة انتر ميلان 25 المركز الرابع أطلانتا 22 المركز الخامس لاتسيو ب21 المركز السادس رومة ب19 نقطة فيرونتينا في المركز السابع ب18 نقطة اليوبي في المركز الثامن ب18 نقطة بولونيا في المركز التاسع ب18 نقطة فيرونا في المركز العاشر ب16 نقطة انفلي ال11 ب16 نقطة بنتكلم على تورينو في المركز ال12 ب14 نقطة ساسولو في المركز ال13 ب14 نقطة اودينيزي 14 نقطة في ال14 فينيسيا وطبعا سيفيزيا في المركز 15 و 16 جنوى في المركز 17 ب 9 نقاط سامدوريا في المركز 18 ب 9 نقاط ساليزنيتيا في المركز 19 ب 7 نقاط وكالياري طبعا في المركز الأخير ب 6 نقاط شايف ترتيب خاصة على مستوى نصف الجدول هل روما قادر أنه يصعد للمربع الزهبي ولا الأمور أعتقد هتبقى نصف الجدول زي السنة اللي فاتت تقريبا روما من الخامس للتامن يا كابتين من الخامس للتامن سجلها معك دلوقتي من دلوقتي أن أقول لك روما يخلص ده الكاتشيو السنة دي من الخامس للتامن المنافسة بقت صعبة قوي على اللقب يا كابتين المنافسة بقت صعبة قوي على اللقب اليوفي أنا شايف أنه صعبة قوي النقط دي يعني هو جاي بس لو بصنا فرق بينه وبين الأول أو الفئتين الأول 14 نقطة 14 نقطة في الدوري في عالم دوري الإيطالي فرق مش سهل جدا ولكن الفرق بينه وبين المربع الزهبي اللي بيودت شامبنزليج أربع نقاط فقط بينه وبين أطلانتا صاحب المركز الرابع اللي هو عنده 22 نقطة واليوفينتوس حاليا 18 نقطة ده سهل سهل إن أنا أخش حاليا دوري أطال أوروبا ممكن أعافر أخش شوية مع برضو إنتر ميلا إنتر ميلا ممكن يعافر برضو لأنه هما سبع نقاط يكسب ماتشو والتاني يخسر يبدأ الفرق يقل إنما اليوفي على اللقب إحنا بنقول إحنا لسه بنكلم بنقول نغاي بس لما شفت المسافة دلوقتي طويلة أو 14 نقطة كتير طيب كمان علشان نتكلم على الدوري الإطالي بشكل مفتوح كمان معنا أسطورة أسطورة من أساطير الكرة الإيطالية وعلى مستوى الإنتر ساندرو ماتسولا طبعا أسطورة من أساطير الكرة الإيطالية على مستوى الإنتر 17 سنة بيلعب في الإنتر يعني وعنده رقم ريكورد عالي جدا في درب العاصمة بين ميلا والإنتر وقدر يسجل هذا هدف بعد 13 ثانية في هذا الدربي طبعا يعني ساندرو بيشرفنا وبينوارنا في قناة النادي الأهلي وعايز أقول لحضراتكم يمكن أبن عن جدي يعني هو كمان كان والده يعني كان نجم كبير في الكرة الإيطالية في فريق تورينتو وكان طبعا كان في حديثة شهيرة يعني في الطائرة وسقوط الطائرة ولكن ساندرو يمكن انضمامه للإنتر في سن صغيرة وبدأ مشواره مع الإنتر وأنها مع الإنتر بشكل كبير جدا أحرز أربع بطولات في الدوري أحرز اتنين بطولة أوروبا مع الإنتر خاد اتنين كاس عالم مع الإنتر وطبعا أسطورة كبيرة من أساطير الكرة الإيطالية يشرفنا يكون موجود معنا النهاردة على شاشة قناة النادي الأهلي مساء الخير عليك مساء الخير على الجميع ومساء الخير على قناة الأهلي طبعا من خلال حوارنا لسه دلوقتي نتكلم على الدور الإيطالي والمنافسة الشديدة جدا ما بين يمكن ثلاث فرق يمكن خاصة فرقتين ما بين نابولي وميلا شايف إزاي السرياء السنادي والتنافس على الحصول على هذه البطولة الكبيرة ما بين ثلاث فرق هذا العام الدوري الإيطالي أحد أقوى النسخ الإيطالية في هذا العام علي أن ترفيز العام الماضي وقدم أداء رائع مع أنطونيو كونتي لكن هذا العام المنافسة كد تكون من أكثر من فريق أنت ترى الميلا وترى نابولي والإنتر منافسة كبيرة ما في الشك طالما جبنا سيرت يعني نابولي وكونتي بكلم ما الفرق ما بين يعني الإنتر مع كونتي وإنزاجي هل شايف فيه فرؤات هل الإنتر قادر أنه يعود تاني وينافس على هذه البطولة بصفة طبعا حامل اللقب للسنة الماضية في حقيقة الأمر أنطونيو كونتي ونسخة الإنتر معه كانت أكوى من النسخة الحالية مع سيمون إنزاجي لأن أنطونيو كونتي لديه شخصية قوية وكبيرة داخل غرف الملابس وأيضا على الخط نسخة كونتي الأكوى صحيح لكن كانت أعتقد من المفاجآت هو كمان نابولي نابولي بيقدم نسخة رائعة من الدور الإطالي السنة شايف كمان نابولي إزاي وشايف كمان الميلان الميلان اللي عنده فريق قوي جدا متوسط الأعمار صغير جدا وأداء أكثر من رائعة لفريق نابولي والميلان نابولي فريق قوي جدا نسخة نابولي هذا العام نسخة كوية مع الوشانوس باليتي والميلان يقدم أداء رائع مع استفانو بيولي في حقيقة الأمر أنا أعشق الإنتر وأتمنى فوز الإنتر بالطبع لكن الميلان قوي جدا هذا العام مع بيولي رغم كل ذي الأسماء لكن استفانو بيولي يقدم أداء رائع معهم ما فيه شكل ديربي إنتر وبيلان كان أكيد تابعته بشكل كبير جدا وخاصة أنك صاحب الرقم القياسي في إحراز أسرع هدف في الديربي في التاريخ الميلان والإنتر بعد 13 ثانية بتحرز هدف الإنتر شفت اللقاء الديربي زي ما بين الميلان والإنتر في هذه الجولة سنتي السيدات في الديربي إنتر عند الميلان سنتي السيدات في الديربي إنتر y التالي حقاة تابعته بشكل كبير الإنتر قدم أداء أكثر من رائع الميلان فريق جيد لكن الإنتر كان بالإمكان أفضل مكان وكان من الإمكان أن يفوز بذلك المباراة ما فيه شك كمان إحنا من خلال يعني زي ما إحنا شايفين كمان لقطات من وجوده وده يمكن الهدف بعد 13 ثانية ديربي ما بين الإنتر والميلان وهو صاحب هذا الرقم الغايد دلوقتي أسرع هدف في تاريخ الديربي العاصبي في إيطاليا ما بين الإنتر والميلان كان طبعا بإمضاء سندرو ماتسولا عايز أروح معاه ليه يمكن مباراة أو على مستوى المنتخبات منتخب إيطاليا وفوز المنتخب الإيطالي طبعا بلييرو 2020 وكمان مواجهة قوية جدا أمام المنتخب السويسري شايف كمان الكرة الإيطالية أو منتخب إيطاليا يعني في طريقه طبعا للمنديال بعد الغياب المفاجئ لمنتخب إيطاليا عن كاس العالم 2018 حزوزه طبعا أمام المنتخب السويسري وحزوزه للفوز كمان بطولة كاس العالم القادم أصعب مباراة ممكن أن نتواجه من روبرتو منسيني وقائمة روبرتو منسيني يا مباراة سويسرا غدا لأنك تعلم أن إيطاليا وسويسرا يمتلكون نفس النقاط مباراة همة جدا إيطاليا إذا فازت ستكون منطقيا قد تهالت لكاس العالم لكن سويسرا ستلعب غدا مباراة قوية جدا نحن لدينا ميزة أكتر من منتخب السويسري لكن إذا ما كنت نسألني على هذه المباراة أصعب مباراة قد يواجهها روبرتو منسيني ورفكاء روبرتو منسيني يجب أن الخطأ ممنوع غدا أمام سويسرا صحيح أعتقد روبرتو منسيني كمان بيقدم مستويات رائعة على مستوى الأداء على مستوى النتائج وأعتقاد الشخص أن المنتخب الإيطالي قادر مش بس الوصول لكاس العالم لكن كمان الوصول لمرحلة كبيرة أو مربع زهبي أو المباراة النهائية لكاس العالم بس أنا عايز أعجبك لجزئية تانية خالص ونرجع تاني لطبعا الدربي ما بين ميلا والإنتر مش من خلال الإعداء الفني ولكن من خلال الجماهير وكان فيه لقطة أكتر من رائعة أنا بعتبرها لقطة عظيمة جدا من جماهير الميلا وبلغة الألتراس كده دخل عظيمة بيشكروا فيها كل الأطباء والعاملين في الصحة في إيطاليا على المجهودات الرائعة الكبيرة اللي قاموا بيها من خلال كانت سبب أساسي في رجوع الجماهير للمدرجات تانية في الدور الإيطالي انت كمان شفت الدخلة دي ازاي وعلق لنا من خلال طبعا عبارات كانت عبارات جميلة جدا جدا من جماهير الميلا رسالة كبيرة جدا ورسالة تعاطف ورسالة حب ورسالة تقدير من شعب يعشق بلاده ويعشق جميع المؤسسات وكانت رسالة قوية من أجل الأطباء ومن أجل الجميع الذين ضحوا من أجل أن تعود إيطاليا إلى الواجهة ليست ثقت في كرة القدم المؤسسات التعليمية والطبية وكل شيء شكرا لكور بسود ميلا صحيح أنا في اعتقادي الشخصي وانا شفت يمكن المباراة ويمكن لو معنا صور لذين مدخلة ممكن نشوفها من خلال حديثنا معاك لكن كمان خلينا زي ما احنا شايفين الصور كلها صور يعني دخلة في اعتقادي الناس وصفتها بأفضل دخلة في تاريخ الدربي الميلا شايفين عبارات شايفين يعني دي طبعا عبارة كده بتقول شكرا للطباء والمحاربين في الجبهة الأولى اعتقادهم أو طبعا يعني رسالة واضحة لكل من ضحى بحياته من أجل الرجوع للمدرجات مرة تانية فأعتقد رسالة كانت قوية جدا جدا بس أرجعلك تاني صندرو بالنسبة لي طبعا طبعا نتكلم على مورينيو ويمكن الجولة الماضية وتعطر روما مع مورينيو شايف أولا ظاهرة مورينيو ازاي في الدور الإيطالي وهل مورينيو قادر على تحقيق حلم جماهير وعشاء روما للوصول لعلى الأقل للمربع الدهبي في نهاية هذا العام مورينيو مدرب رائع ومدرب كبير ومدرب عظيم وعندما كان في الإنتر كنت أتواجد معه وكنت أستمع دايما لنصائحه وكنت أقدم له النصائح مورينيو مدرب عظيم ويملك تاريخ عظيم وحزين لأن الصحافة الإيطالية وجميع الصحافة بدأت تهاجمة لكن مورينيو سيعود بروما بعد التوقف الدولي وسيكون من ضمن الأربعة الأوائل لا تستهينوا بمورينيو وعقلية مورينيو هو فقط لا يملك لعبينك كوالة عالي كمان لو كلمنا على ظاهرة زي مورينيو في الدوري الإيطالي بنتكلم على مستوى كمان إبراهيموفيتش مع الميلان وتقلق غير عادي مش لهذا السيزن ولكن من السيزن الماضي رغم اقتراب إبراهيموفيتش من سن أربعين سنة شايف كمان ظاهرة إبراهيموفيتش مع الميلان إزاي إبراهيموفيتش أربعين عام لكن هذا السن فقط لكن عندما ترى إبراهيموفيتش في الملعب إبراهيموفيتش أقل من عشرين عاما وأقل من خمساشر عام لأنه يلعب بشغب يلعب من أجل التيشرت يلعب من أجل الشعار يلعب من أجل الميلان وجمهير الميلان على مستوى آخر شفشينكو وقدوم شفشينكو طبعا يعني بعد تركه المنتخب الأوكراني ظاهرة وكان نجم من نجوم الميلان ونجم من نجوم الدورة الإيطالية في فترة ليست بقليلة وجوده مع جينوى وإدارته للإدارة الفنية الجينوى شايف هذه التجربة إزاي أنا أعشق شفشينكو لكن شفشينكو اتخذ قرارا صعب وهو أن يترك منتخب وكورانيا بلد بحالها بلد بأكمالها تعشق أندريا شفشينكو ولو تمثال هناك ترك منتخب وكورانيا من الممكن كان ينزل معه من الكأس العالم من أجل الجينوى تجربة صعبة طيب هو لو بيحب أكيد شفشينكو على مستوى اللاعب إيه نصيحة اللي يقولها له بوجوده ووجوده الأول مرة على القهيدة الفنية في الدور الإيطالي إيه نصيحة اللي يقولها له نصيحة التي أستطيع أن أقدمها لأندريا شفشينكو هي البدايات أن يبدأ أن يبدأ خطوة خطوة وأن يتعلم لأنه عظيم في الكرة الإيطالية وله تاريخ خبير مع الميلا لكن التدريب في إيطاليا يختلف عن أن تكون لعب أندريا شفشينكو يجب أن يفزل مجموذ كبيرا والبدايات دائما مهمة جدا بالنسبة لشفشينكو صحيح البدايات دائما تكون مهمة جدا سندرو عايزين نعرف كمان رأيك عن الكرة المصرية ولو جبنا سيرة الكرة المصرية أكيد ما بين قصين كده نحط محمد صلاح وأداءه الرائع مع ليبر بول وإذا كان على مستوى شايف الكرة المصرية إزاي؟ وشايف حظوظ محمد صراح للفوز بالبالندور السنة من خلال أداءه مع ليبر بول صلاح لعب عظيم ويجب أن أقول أنه ظاهرة مصرية يفعل أشياء عظيمة في كرة الكادم ليست فقط في ليبر بول هو فعلها مع روما ومع فيورنتينا حتى إن كان في بازل أو تابع صلاح منذ فترة ويقدم عمل كبير أنا أعشق محمد صلاح أتمنى فوزه بالبالندور كلنا نتمنى فوز محمد صلاح بالبالندور كمان إحنا بنشكر سندرو ماتسولة طبعا بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا على شاشة قناة النادي الآلي أسطورة كبيرة من أساطير الكرة الإيطالية كان منوارنا على شاشة قناة النادي الآلي شكرا جزيلا لوجودك معنا رائع لا الرجل سندرو يعني غني عن تعريف لديه خبرة طويلة جدا في كرة الإيطالية هو بيعتقد أن مورينيو راجع بعد التوقف واضح أنه هو سبورت جدا وعنده زي ما بيقولك هو أكيد صحافة كمان على مستوى كلمك عن مستوى أوروبا أنا عاشت الكلام ده في ألمانيا في إنجلترا في إيطاليا الضغط العصبي من خلال الميديا وخاصة دلوقتي بعد السوشيال ميديا ضغوط كبيرة جدا جدا بس في اعتقاد الشخصي مورينيو بيحب الأجواء دي بيحب أجواء التحدي والسوشيال ميديا والصحافة في اعتقاد الشخصي أنه ممكن يرجع بشكل أفضل خلال يمكن يعني بعد البريك الدولي اللي احنا فيه يا شخصية مورينيو كابتن زي ما أنت بتقول ممكن ده يكون حافز ده يكون عامل دفع ليه صحيح مورينيو يعني مصير للجدل مع الإعلام والصحافة حتى في إنجلترا وكان دايما بيخش في مشكلات كتيرة معهم فالهجوم القوي جدا اللي عليه زي ما قال ساندرو ممكن ده يكون دافع ليه يكون يرجع الفترة الجاية يرجع بفريق روما ولكن هو قال نقطة مهمة جدا بنجمع عليها رغم النواص بشلان قال إنه ليس لديه نجوم فرقة روما رغم التدعمات اللي عملوها في بداية الموسم ابو تامي ابراهيم من تشيلسي وضموا عدد من الأسماء ولكن تحس برضو روما بلا هوية أين روما الجماهير في إيطاليا بتتساءل عن روما توتي روما ديروسي بعد كده حمل الرايا من توتي بعد خلاص روما اختلف كان روما فرقة بتحبها بتحبها الجماهير العربية وتحب التباحها إنما حاليا تحس فرقة روما فريق بلا هوية مش هو ده روما بتاع زمان مجرد الاسم فقط صحيح هنشوف إذا كان مورينيو قادر على العودة وتحقيق طموحات وجماهير الروما ده هنشوف لسه في الأسبابات اللي جاي لكن لسه عندنا حاجات كتير هنا في المحترف نطلع فاصل ونرجع مرة تانية مع حضراتكم أهلا بحضراتكم مرة تانية برحب بحضراتكم برحب بك مرة تانية هاب معنا موجود في المحترف عايزين نتكلم على الكرة الأسبانية والدوري الأسباني ولو جبنا خلاص سيرة أسبانيا بقى على طول هنروح لبرشلونو ما فيه الشكل الجافي والإدارة الفنية لبرشلونو مسئولية كبيرة وأعتقد أن يعني هتكون الأمور مستهلة استنادي على برشلونو ولا أنت شايف ممكن تعود برشلونو بشكل أو باخر للمنافسة على اللقب على الألية المهمة صعبة صعبة جدا طبعا على تشافي مع برشلونو ولكن هو من أول يوم لتصرحاته رفع رأي التحدي الراجل بس هو كان واقعي يا كابتن يعني بعد ما تولى التقديم المؤتمر صحف تقديمه من يومين قال إن إحنا لازلنا في سباق الدوري أي نعم ولكن ما قالش إن أنا هننفس على اللقب إنما اللي أتكلم عليهم بشكل صريح قال إحنا في جاس الملك فرصنا كبيرة وفي دورة أبطال أوروبا رغم الهزيمة في أول مبارتين قدر برشلونو يكسب دينا مكيف زهابا وقيابا زي ما شفنا بواحد صف برضو فرصه قائمة في دورة أبطال أوروبا هو أتكلم عن البطولتين دول تحديدا تشافي مدرب يا كابتن يملك القدرة على تغيير برشلونو اللي كنا مستنين والفترة الفاتت ليه يملك القدرة على تغيير برشلونو تشافي يملك زي ما بنقول جينات برشلونو جينات البطولة جينات البارسا ليه قبول جماهير كبير جدا لدى جماهير برشلونو ليه قبول في الشرع الكتالوني أحد الرموز لما يقبل لعب رمز يا كابتن بتفرق أو مع الفرقة بتفرق مع جمهور زي ما شفنا بالزبط في تجربة لامبرد مع تشيلسي تجربة ما كانتش نكحة وغيروه في أنها بتوماس تخيل ولكن ما شفناش أي انتقاد من الجماهير للمبرد ما صارتش عليه عنده رصيد ليه رصيد ده اللي أنا بكلمها لك هو ده الرصيد اللي هي العبارية تشافي تشافي عنده رصيد كبير جدا سخلي بالك يا عملية إصلاح كاملة انت عارب برشلونة أكيد على مستوى انت بتتكلم على مستوىات كبيرة جدا بتتكلم على مستوى الملعب أكيد محتاج لعيبة أكيد انت تكلمت على نقطة مهمة جدا عندهم لعيبة وعدة ولكن محتاجة وقت طويل بتتكلم على إصلاحات على مستوى على مستوى الفينانس على مستوى الفلوس كمان ده تحديات أعتقد هتواجه شابي ولكن الأمور واضح من الأول زي ما انت بتقول فيه قبول وفيه زي ما بتقول كده يعني هم شايفين انه هو المنقذ المنقذ الحالي لفريق برشلونة بالزبط يا كابتون وزي ما بقوله هركضنا لسه بنتكلم برشلونة أول حاجة عملها تشافي راح شاف تدريب الفريق الثاني وضم سابع لعيبة منه للفريق الأول انبارح ده حصل ضم سابع لعيبة من رديف برشلونة أو الفريق الثاني برشلونة بين اللي بينافس في الدور الدرجة الثانية على طول ضموا للفريق الأول معنى كده ان برشلونة ان تشافي عارف الوضع وقعد أكيد مع لبورطة وعارف كل حاجة ان فلوس نشتري لعيبة مفيش بس ده كومن برضو قام به يعني كومن قدم لنا لنماذج قدم لنا يعني قدم لنا ولاد عندهم 17-18 سنة فأعتقد دي مدرسة برشلونة ان هم دايما بيخرجوا من مدرساتهم والأكاديمي لكن انت مش مش شايف ان هم محتاجين يعني محتاجين لعيبة عندها خبرات بجانب اللعيبة للشباب اللي عندهم تالنت محتاجين على الأل زي ما بقولك رأس حربك مش هيقدروا مش هيقدروا فلوس فيه أزمة كبيرة جدا في برشلونة على الصعيد المادي مش هيقدروا بالعكس ده هم فيه لعيبة بيفكروا يعني لوك دي يونج يجابوه بداية الموسم من رأس الحربة اللي هون دي بيفكروا يستغنوا عنه في المركاتو الشتوي حاليا ماشي هو دلوقتي اللي هيعمله كل اللي هيعمله شافي انه هيحاول يلعب على العناصر اللي عنده عنده عناصر مميزة جدا عنده عناصر عايز يرجحها يعني هو بيأمل زي ما اتكلم ان عثمان ديمبلي ده كان جمي كبير جدا عايز يجدد معاه اه وانه هو يرجع يعني هو عايز ويرجع ان اللعيب قال ده لعيب يقصر معايا ان صفاتي قال لو الاصابات دي ما بتلحقوش هذه بفرقة كوما نقدم له اتنين تلاتة لعيبة دلوقتي هم وليوس انريكي نفسه بيعتمد عليهم جافي وبيدري واللعيبة دي دي لعيبة مستوها متميز جدا يا كابتون كنا بنتكلم عنهم جافي ابدع في مطشاط من انتخب اسبانيا زي ما شفنا فعنده عنده العناصر اللي هيمز شافي يا كابتون زي ما كنا بنتكلم فيها دلوقتي هي حتة القبول وحتة تغيير العقلية يعني هو حتى من اول يوم رجع فيه ومسك عمل اجتماع مع اللعيبة اتكلم فيه اتكلم في مرش سلتافيجو اللي هنتكلم عليه حاليا تغدله تلاتة تلاتة كان ليه توبيخ للعيبة العدد من اللعيبة اتكلم معهم وازهر اخطاء انتو خاطأتو فتعالنا وانت هاب نشوف ال ايه طبعا شافي والادارة الفنية وامل الاصلاح في برشلونة نشوف طبعا جافي ال ايه في المؤتمر الصحفي ونلقع مع حضرتكم مرة شكرا جزيلا انا متأثر وسعيد للغاية اتقدم بالشكر للنادي لقد اخجلتم تواضعي نحن افضل نادي في العالم وسوف نعمل بقوة لكي ننجح البارسا لا يجب ان يبحث عن التعادل او الهزيمة علينا ان نفوز بكل مباراة نلعبها لقد اثرتم مشاعري اشكركم بحرارة عاش برشلونة وعاشت كتالونيا واضح جدا سبورت كبير جدا يهاب من الجمهور زي ما انتو قلت وكمان واضح منه انه الكلمتين الصغيرين اللي قالهم لها معاني كتير يقولك برشلونة مش بتتعادل وتتهزم برشلونة دايما لازم تبص على المكسب وانه هو يعني عنده طموح وعنده من كمان الوجود الجماهير الكبيرة اللي موجودة اعتقد ده اديته نوع من انواع الحافز ما فيش شك وانه هو يعني يعني يعتبر من 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 مدرسة ومتربي برشلونة طبعا انا كابل حرارك من ابناء النادي الاهلي دايما نقول لي في النادي الاهلي دايما تلاقي يقولك ايه ده ابن النادي ده متربي على الفوز هو ده ده الرجل بتكلم عليه هو ده ده الفرق الكبيرة كده بيقولك قال كلام كلام قليل بس حماسي جدا قال برشلونة افضل فريق في العالم ده من الجماهير وشوفنا الاستقبال والهتفات الجماهيرية ليه قال برشلونة نفس اللي بنقوله في الفرق الكبيرة زي ما بقوله الحراك للأهلي يقولك ايه انا مبلعبش على تعادل مبلعبش على خسارة برشلونة يخد اي مباراة يكسب بغض النظر اسم المنافس ليه وهو ده اللي يعني برضه زي ما بقوله حراك بيحط الرصيد كبير جدا لدى الجماهير لسه رجوع كان حلم كبير جدا ليه وكان حلم للجماهير برغم الجدل حتى الان في الصحف العالمية حول ازاي مش من السد ما بين انه هيلعب ماتش كبير برشلونة مع فرقة السد في قطر ما بين انه دفعوا الشرط الجزائي خمسة مليون يورو بتاعه ولكن في النهاية هو وجه الشكر حتى كان في كلمته حريص لو الفيديو الكامل واجه الشكر لقطر والنادي السد اللي عمر السناد يا كابتل لو شفت حتى الان خط 16 مباراة في الدوري القطر تشافي مع سد مخسرش ولا مباراة 15 فوز وتعادل سايبهم في المركز الاول فمدرب متميز مدرب شاب من لديهم طموحات كبيرة يعني عنده اكيد لكن طبقه طبعا الفوارئ كبيرة ما بين الدوري القطر ما بين الدوري الأسباني لكن واضح واضح أنه هيكون فيه زي ما أنت بتقول فيه قبول واضح جدا فيه سوپورت كبير على مستوى الميديا وده مهم جدا جدا اللي ما كانش موجود لرونالد كومان كان بيتهاجم على طول كان بيتهاجم على طول فأعتقد ممكن الأمور من خلال الفترة الجاية ده آخر تلات مدربين يا كابتن كامل ارنيستو فالفيردي وكومان وقابليهم كانوا بيتهاجم والنهاردة اللي حصل ده ده أول مدرب في التاريخ الكتبت يوقع عقد تدريب برشلونة في الكامبنو كانوا في المكاتب المفنية فوق المكتب مقفول مع رئيس الندي ده يوقع العقد قدام الجماهير دي كلها فرض الملعب في سابقة فريدة طيب كمان على مستوى النتائج نتائج الجولة الأخيرة قبل تواقف الدولي للمنتقى لطبعا الدوري الأسباني ريا المدريد بيواصل بيواصل استمراره ولكن فيه تعصر شوية لأتليتيك مدريد طبعا نتائج أتليتيك بلباو الهزيمة من قادش 1-0 اسبانيول والفوز على جرناطا 2-0 الابيس والفوز على لبانتي 2-1 سلتا بيكو والتعادل الغريب جدا جدا مع برشلونة بعد تقدم برشلونة 3-0 في الشوت الأول بيرجع سلتا بيكو وتعادل 3-3 ريا المدريد والفوز الصعب إلى حد ما على ريا فالوكانو 2-1 تبايا ريال فوز 1-0 على ختافي بالينسيا تعادل 3-3 أمام أتليتيكو مدريد ريال مايوركا والتعادل 2-2 أمام أليتشي وساسونا الهزيمة 2-0 من ريال سوسيداد وريال بيتيس والهزيمة من إشبيليا 2-0 خلينا نتكلم على إزاي مش المتعودين وخاصة اللي بيحب برشلونة إن برشلونة في الشوت الأول 3-0 متسيدة الجيم تماما وسلتا بيجو يجي 3 أهداف في الشوت الثاني ورومونتا ده أعتقد حزينة على طبعا مشجيع برشلونة بشكل كبير المباراة دي قتلت أي طموح لدى خوان بارجوان المدرب المؤقت إنه ممكن يقعد حتى مع الفرقة لو ما كنش تصال لأن الفرقة أنت متقدم 3-0 كانت غريبة جدا ما بتحصلش مع برشلونة خالص إنك تخلص شوت أول 3-0 وترجع تاني ولكن أسباس بيواصل العقدة لبرشلونة في السنين الأخيرة بيواصل إنه يقدم عروض مميزة جدا مع فرقة سلتافيجو فرقة كويسة ولكن تشاف يا كابتن هيأعتقد قادر على إصلاح كل العيوب الفنية دي تشاف لديه الرؤية إنه يقدر يعالج عيوب برشلونة درس برشلونة جدا وخلينا نقول إنه هو تعرض عليه مرتين الفترة الفاتت برشلونة ورفض يعني رفض قبل كومان ورفض في ظل كومان قبل كدر رفض مرة تانية أكيد موافقته في الوقت ده خلاص هو أشاف الفرقة وإقبل إنه يخد التحدي ده ده اللي هنشوف في الفترة الجاية مع تشافي مع برشلونة طيب تعالوا نشوف جدول الترتيب لطبعا الدوري الأسباني طبعا بعد تعادل برشلونة وفوز أتليتكو وفوز ريال مدريد وتعادل أتليتكو مدريد في المركز الأول بتتكلم على ريال سوسيداد بـ 28 نقطة مركز الثاني ريال مدريد بـ 27 نقطة إشبليا في المركز الثالث بـ 27 نقطة أتليتكو مدريد في المركز الرابع بـ 23 نقطة ريال بتيس في المركز الخامس 21 نقطة رايو فاليوكانو في المركز السادس بـ 20 نقطة أوساسونا المركز السابع بـ 19 نقطة أتليتكو بلباو في المركز الثامن 18 نقطة بدور على برشلونة مشلاقي في المركز التاسع في المركز التاسع. طبعا موقف صعب جدا بسبعتاشر نقطة. بالينسيا بسبعتاشر نقطة في العاشر. إسبانيول الهداشر بسبعتاشر نقطة. فيا ريال في مركز متأخر جدا. في المركز الـ 12 بـ 15 نقطة مايوركا في المركز الـ 13 بـ 15 نقطة دوبرتيبو أعليبس في المركز الـ 14 بـ 13 نقطة سلتا بيكو 15 بـ 12 نقطة وقادش في المركز الـ 16 بـ 12 نقطة جرناطا في المركز الـ 17 بـ 11 نقطة ألتشي في المركز الـ 18 بـ 11 نقطة وليبانتي في المركز الـ 19 بـ 6 نقاط ختافي المركز الأخير بـ 6 نقاط جدول غريب شوية على الدور الأسباني لأول مرة منذ سنين فيه صراع رباعي أو خماسي على اللقب بدون برشلونة مش مجرد صراع رباعي ولا خماسي خمس فرق بينفسه على اللقب لا ده فيه أربع فرق طب بفوق انت مش قادر حتى الآن وبرضو يا كابتن 13 جولة 13 جولة يعني تلتة الدورة عدة احنا بنتكلم تلتة الدورة اكتر دورة تلعب فيه جوالات حتى الآن هو الدوري الأسباني 13 جولة حتى الآن تلعبت عندنا ريال سويسداد بيواصل عروضه القوية جدا في الدوري في المركز الأول ريال مادريدي التاني بس عنده ماتش يعني ليه ماتش مؤجل لسه هو 27 نقطة لو كسب هيقبل هو الأول نفس الهدى بالنسبة للإشبيليا برضو عنده 27 وعنده ماتش مؤجل أتلتكم مادريدي نتائج في الأسبوع الأخيرة مش على مستوى تموحات الجمهور وبدأت الفريق يتراجع ويخسر نقاط كتير من خلال التعدلات سقط في أكثر من تعادل وده اللي خلى الفرقة ترجع كده إنما الدوري الأسباني السنة دي فيه ظاهرة غريبة إن اللقب برضو زي ما كنا منتكلم شوية في إنجلتها اللقب أنت مش عارف هيروح فيهن أمير ريال مادريد للخبرات عنصر الخبرة في النهاية هيحسم الصراع مع الأربعة دول اللي بينافس معهم هو بينه وبين أتلتكو ولكن السنة دي مش أتلتكو بتاع سنة الفاتد وريال مادريد مش الريال بتاع سنة الفاتد لكن في اعتقاد ريال مادريد يمكن الأقرب للحصول لأننا لسه نتكلم على جولة 11 أو 12 لكن أعتقد ريال مادريد الأقرب للفوز بالليجة الأسبانية لكن على مستوى الدوري الألماني هل يا ترى باير ميونيخ يعني صائد البطولات ويحقق نتائج أكثر من رائعة في البوندزليجة ولا دورتمون ولا لايفزيك تعالوا مع بعض نشوف نتائج الجولة الأخيرة قبل التوقف أو ترتيب جدول دوري البوندزليجة قبل طبعا التوقف الدولي بتصدر البايرن في المركز الأول بـ 28 نقطة بروسيا دورتمون في المركز الثاني 24 فرايبورغ في المركز الثالث 22 وفولسبورغ في المركز الرابع بـ 19 نقطة ليبسيك الخامس بـ 18 نقطة بايرن ليبركوزين في المركز السادس 18 نقطة ماينز في المركز السابع 17 نقطة يونيور برلين في المركز الثامن 17 نقطة بروسيا منشنجلاتبخ في المركز التاسع 15 نقطة هوفنهايم مركز العاشر ب 14 نقطة كولن في المركز ال 11 ب 14 نقطة بوخم في المركز ال 12 ب 13 نقطة هيرتا برلين ب 13 نقطة في المركز ال 13 انترلاكت فرانكفورت في المركز ال 14 ب 12 نقطة شتوتجارد في المركز ال 15 ب 10 نقاط اوكسبورغ في المركز ال 16 بتسعة نقاط وأخيراً أرمينيا بليفيلد في المركز ال 17 تمام نقاط وغروتفورد في المركز الأخير بنقطة وحيدة رأيك إيهب هل فعلا كالعادة دوري الألماني دوري البطل الواحد يعني مين يقدر على البايرد في ألمانيا فريق بيخوت بطولة بلا منافس بروسيدورت منذ الحقيقة كل سنة بيظهر شوية ويرجع شوية من بداية الموسم كنا شايفين منشن بجلال باخ اللي رجع خالص ده كان التاني وكان الأول راكب الدوري فما فيه السبت في مستوى كل الفرق التاني بايرن كمان كسب كمان 2-1 الجولة الأخيرة فريبورغ أمام فريبورغ يمكن قدامنا عندنا طبعا الأهداف بص البايرن على مستوى الهجومي يمكن بنتكلم دايما لما نتكلم على البايرن نتكلم على ليفا ونتكلم على عناصر كتيرة بتحرز أهداف في مصر الملعب بيحرز أهداف بتتكلم على مولر بتتكلم على سنيب بتتكلم على جنابري قوة رائعة وقوة جبارة في الخط الأمامي والبايرن بيقدم مستويات رائعة وأعتقد الشخص أنه طبعا هيكون بطل البوندس لك ليفاندوفيسكي تقول عليه إيه؟ هل هو المرشح الأقوى للحصول على البلندور السنادي؟ والله كابتن الأيام اللي فاتت دي شهد التسريبات في أكثر من صحيفة عالمية إن اللقب حاليا بين ليفاندوفيسكي بقى أقرب واحد ليه بعد ما كانت ناس كتير بتقول جورجينيو هيقبل أقرب لا خلاص دلوقتي بقى الكلام كله على ميسي وإن كنت لا أعرف لماذا يعني هل هي دعاية أو اللقب حاليا الكلام كله ميسي وليفاندوفيسكي وبرضو ده التساؤل غريب ليه جورجينيو لا أو ليه جورجينيو بتاعت شوية عن الترشيحات متواجد ومترشح أنه ينفس على البلندور لكن ميسي أعتقد ميسي أعلم تستفهم أه بنتكلم عن ليفاندوفيسكي ماشي يحطه يعني لو عايز يام المقارنة يحط صلاح يحط جورجينيو يحط حتى رونالدو آخر تقرير في الساعة الماضية من ميرور الإنجليزية في العشر لعيبة النهائي اللي كان فيهم نجمينها محمد صلاح اللاعب العربي الوحيد اللي فيهم العشر المبشرين بالجنة أو المبشرين بالبالندور كان ميسي رقم واحد في الترتيب وده كانت قايمة غريبة كشفت عنها صحيفة ميرور الإنجليزية ليفاندوفيسكي موجود التاني وموجود جورجينيو فيها وموجود أكتر من لعيب نجوله كانت موجود ونجمينها محمد صلاح موجود تقريبا في المركز الرابع فيها أو الخامس دي الأزماء اللي أعلنوا فيها وعلى ذلك أنا بتسأل كامل بقولك ليه ميسي هل لازال البالندور هي عملية دعائية وإعلانية أكيد بقصد يخش فيها أكيد يعني لا ترتبط بالمستوى اللاعب ولا ترتبط باللي قدمه واللي انت حققته وإن كان هم عندهم يعني حاجة قوية بيستندوا عليها وهي بطولة كوبا أمريكا بالنسبة لميسي أول بطولة أول بطولة مع منتخب الأرجنتين وقاد منتخب الأرجنتين أنه يحرز بطولة لأول مرة منذ سنوات طويلة منتخب الأرجنتين ما خدش بطولة فميسي قدر يعمل ده السنة دي وخد كوبا أمريكا يمكن دي أقوى حاجة هيقبى مستند عليها خد كاس الملك مع برشلونة الموسم اللي فات كان هداف البطولة برضو عنده أرقام ميسي كأرقام عنده أرقام فردية نجم لامع ونجم عنده أرقام ولكن مقرنة باللي عملوه الثانيين لا أنا لفاندوفيسكا عندي عمل أرقام تاريخية في الدولة الألمانية مع البايرن جورجينيو خد كاس أوروبا وخد دورة أبطال أوروبا مع تشيلسي أرقام لهم ممكن تكون أقوى ولكن في النهاية هي تصويت يا كابتن إذا محررك عارف العملية تصويت أنا ممكن كابتن هاني جات له المدربين الفرق اللي بيختاروا صحيح يمكن كمان بعد الفاصل احنا خلصنا الدوريات الأوروبية لكن عندنا كمان تصفيات المؤهلة لكاس العالم على مستوى أفريقيا وخاصة منتخبنا اللي هي طبعا بكرا إن شاء الله نتمنى له التوفيق أمام منتخب أنجولا مشواره للوصول للفاينال ستيتج والتصفيات النهائية وإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لمنتخبنا نروح لفاصل سريع ونرجع نتكلم على تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم أعلا بحضراتكم مرة تانية إيهاب برحب بيك مرة تانية وتعالى نتكلم على تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم وأكيد هنتكلم على المجموعة الستة مجموعتنا خلينا أسألك الأول تقييم العام لكيروش بعد الجولتين بتوع ليبيا هل هي كفيلة إن إحنا يكون عندنا فعلا أمل إن شاء الله منتخبنا يكون متواجد في كاس العالم لأنه زي ما أنت كمان عارف أعتقد الشخص المجموعة دا إحنا خلاص هنتأهل لكن الستيج الأخير الفاينال استيج والمباراة يمكن ألفا سيلة شايف يعني تقييمك إيه اللي كروش من خلال الفترة اللي فاتت طبعا يا كابتن طبعا بس إن شاء الله نتمنى له التوفيق بكرة في المباراة قدام نقول لو يقدم أداء مغاير اللي ظهر عليه هنا في المباراة الأولى اللي كانت في أرضنا للأسف وكسبناها بواحد صفر بالعافية لو نفتكر ركلة الجزاء بتاعة مجد أفشا كروش حتى الآن ناجح جدا مش ناجح فقط يمكن الله تجيئة هاب لسه حالا يمكن طبعا دي يمكن التدريبة الأخيرة للمنتخبنا في الواندا يعني ده قبل ما يغادروا للقاهرة كان فيه تجمع وكده وواضح الروح قويسة والحمد لله كمان المعنويات عالية جدا وده شيء إيجابي يعني أكيد ده يعني عكس إن شاء الله بإذن الله على أداءنا بكرة يا كابتن المنافس الوحيد ليك كان في المجمع أو الرئيسي كان منتخب ليبيا نعم قبل بداية التصفات ما كانش ده كنا نحطيني جابون أولا هي بمنافسنا ولكن بعد ما بدأت المباريات وليبيا كسب أول مطشين وبقى ستة بنت وكسب الجابون وكسب أنجولا خلاص بقى ليبيا هو المنافس ليعلى المجمع ليه المعنوات مرتفعة لأنك أنت قدرت تكسب ليبيا في ملعبه ثلاثة وكسبت واحد ممكن بعد حتى المباراة الأولى في القاهرة ما كانش يعني كان الناس الآن لسه الآن شوال هناك تكسبت ثلاثة فقدمت أداء قوي جدا حاليا بقى فيه قناعة على كروش كروش اختياراته أولا اللي كان عليها جدل كبير يعني هو قال للناس ملكوش دعو أنا إيه اللي بختاره أنا إيه اللي بعمله أنا راجل لها وجهة نظري كان فيه عندنا جدل كبير جدا طبعا استبعد أفشا ومحمد شريف على طول اللعيبة تقلقت في الدوري وقدمت مباريات كبيرة كانوا معاه في المواسكر ده وفي التجمع وده ضمهم معاه فدايما كروش كعدتوا يعني في كل المنتخبات اللي مساك هو مدرب بيمشي دايما بنماغه ليه فكره ليه اللي عايز يعمله في المباريات ليه عناصب بيختارها بيشوف كواس قوي كل المتشاط لو لو حزمها كابتن بيروح متشاط فرق مش أهلي وزمالك وبيحضر بدليل أنه معاه مدافع من فريد البنك الأهلي مدسين لا مواضح أنه هو كان بيتفرج وليه رؤية مختلفة شوية وزي ما أنت بتقول وده مهم خلي بالك يعني آه أنت بنعتمد بشكل كبير جدا على المحترفين الداخلين في مصر أكيد فيه عناصر كتيرة من الأهلي والزمالك كثيرا مثل دول اللي بيلعبوا على مستوى القارة الأفريقية لكن اللي عجبني أنه هو كمان بيختار وبيدي أمل لبعض اللعيبة فيه زي ما بنقول في البنك الأهلي بتتكلم على فرقه فدي رؤية مختلفة شوية خلينا نكلمك على الأداء التكتيك شوية معروف كمان من خلال تاريخ كراش أنه بيلعب بطريقة 4-3-3 هل أنت شايف أن دي هتكون الطريقة المطلة لأداء المنتخب يعني هو ده الطريقة الأفضل لمنتخب مصر من خلال الأدوات المتاحة لي من خلال يا كابتن الأدوات من خلال الدور المصري لعب الفرعتين الكبار في الدور المصري الأهلي والزماني حتى اللعب بتاحهم خلاص كل الفرع عندنا دلوقتي في مصر بتاعب 4-3-3 هي دي الطريقة اللي بدأ اللعب المصري يتقنها في السنوات الأخيرة بيلعبوا بيها بتحقق النجاح مع كروش لعب بيها المطشين وحقق بيها النجاح عنده العناصر اللي تقدر عنده جناح عالمي مميز زي محمد صلاح للأسف غايب عنه المباراة دي عمر مرموش للإصابة ولكن برضو هيبى فيه كلامة عليها يعني أنا كنت في حيرة ملة حطه مكانه وأنا بتكلم في التشكيل إن أنا ممكن يعني لو قلنا محمد شريف هل ممكن يعني زي بداية محمد شريف كتار في شمال آه يعني زي بداياته محمد شريف كان بادئ كده جناح مهاجم برضو بيلعب في شمال ويخلي أعتقد أنه ممكن ده يكون أقرب في مباراة الغد ومصطفى كان يكون محمد صلاح ومحمد صلاح كتار في مين ومحمد شريف كتار في شمال ومصطفى محمد راسح يعني أنا شايف لأن العناصر حتى اللي اختارها هو في بعض العناصر كانت معال فترة اللي فاتت رمضان صبحي غير وغير وما انضمتش المعسكر ده مصطفى فاتحي يعني شايف صعب قوي عمرنا ما شفناه بيلعب الحتة اللي هي الشمال دي أتيبها صعبة يعني هو بيلعب دايما لجناح يمين مكان صلاح حتى هو كان البديل لصلاح اللي موجود دايما فتكلم لو فوسط ملعب ناحية الشمال توسط يعني مصطفى صعبة مش بيلعبها هو اللي هو ما كان مرموش يعني هو ما بيلعبه صعبة هو بيلعب لإما عشرة واضح وصريح زي ما بنشوفه مع نادي زمالك أو بيلعب مكان محمد صلاح الأدوار المتبادلة ما بين عبدالله السعيد وآفشة يعني الجزئية دي تتحل إزاي هل ممكن أو الملعب يستحمل يكون هما الاتنين موجودين هل هيبدأ بعبدالله ويكون أفشة ورقة ربحة أو يكون العكس صحيح انت شايف جزئية بتاعت نص الملعب دي إزاي لو انت متفق أن مصطفى محمد محمد صلاح ومحمد شريف دول السلاسي الهجومي شايف السلاسي وسط الملعب يتشكل إزاي بطريقة أربعة ثلاثة ثلاثة يعني ثلاثة في وسط الملعب يكون فيه مثلا راس مسلس اللي هو يكون ستة يكون مين ويكون علي مين ومين وشمال ومين هو صعب يا كبتل الاتنين صعب جدا صعب إنلاقيها في مرشوات المنتخب أكد أشعر أن ممكن بكرة ملاقيش حد فيهم ممكن الاتنين ملعبوش يعني أنا أشعر أن بكرة مش هلاقي الاتنين فيهم هلاقي حمدي فتح وهلاقي السلية وهلاقي النين هو بيعتمد على النين وممكن عندنا عمر السلية يلعب ستة دي مميز أو فيها في المبارات أحيانا بيلجأ له فيها ممكن يلعبها بشكل ناجح ويعتمد للأدوار الدفاعية على النين وحمدي فتح خليك بالك يا كبتل يعني أحد عوامل عودة النين وشوفنا في المبارات الأخيرة بديل وبينزل وبيشارك أنا أشعر أن مطشين منتخب مصر قدام ليبيا كانوا عامل مساعد كبير جدا في عودة النين حتى أن يشارك مع أرسنان لأنه قدم مباراتين مميزين جدا عندنا فيه لعيبة كده عند كروش شفناهم المطشين فيه اعتماد عليهم صعب يطلعوا خاصة نسطنية عمر السلية ومحمد النين لعيبة بتحرك الملعب كله اللي عندها الفكرة عندها الرؤية أنا أتقطع معك بس الترتيبة شوي طب قلنا يعني قلنا تشكيل المتوقع منك أنت يا بكرة أنت خلاص تكلمنا على الثلاثة بنص الملعب والثلاثة لقدام خط الظهر يتبدأ بمين في ظل غياب الوينش هيبقى خلاص عندنا فتوح وهيبقى أيمن أشرف وحجازي وأكرم توفيق المقاتل الرائع وخلفهم طبعا صمام الأمان لمنتخب مصر محمد الشناوي ده غالبا يكون تشكيل نص الملعب أنا شاف الأقرأ ما تثبتش حمد فتحي يبقى حمد فتحي هو اللي ستة يثبت ويكون على يمينه عمر السلية وعلى شماله النني أو العكس على أساس أن حمد فتحي في الجزئية دي يمكن حتى مع تشكيلة مصيماني في المبارات الأخيرة كان بيلعب يمكن كاليبرو متقدم شوية فممكن يكون عنده هو اللي ياخد ستة النواحي الدفاعية والسلية ياخد ثمانية ويبقى عمر مثلا عمر ياخد ثمانية والنني ياخد الجزء التاني يبقى بيلعب حمد فتحي كراس مسلس وعلى يمينه عمر السلية أو النني هو على شماله العكس الحقيقة التلات لعيبة مميزين جدا يعني لعيبة وسط مميزين جدا منتخب مصر عنده خط وسط مميز جدا لعيبة ممكن التلاتة ممكن يقدوا نفس الأدوار دي النني بيقوم بستة برضو بعض الأحيان بالضبط والنني بيلعبها وشوفنا السلية في الربونة الجميلة المبدعة اللي عملها فالتلات لعيبة عندهم الابشن ده عندهم انه ممكن يلعبوا الفجرة الرقن انت هتلعب هناك هل هتلعب ازاي احنا والسيناريوهات التأهل بتاعتنا هي دي اللي نتكلم فيها بشكل اكتر احنا ان شاء الله بكرة نتأهل في حال الفوز خلاص ما لكش علاقة بالمباراة الاخيرة ايا ان كانت نتيجة كمان ممكن تتأهل في حال التعادل وخسارة ليبيا احنا بقى يعني يعني الحاجات والاحصائيات والارقام انا في رأي ان حتى لو بكرة ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب كمان لازم تكسب الجابون لان احنا دخلين على كمان زي ما قلت يمكن في حلقات قبل كده في المحترف اه ان احنا ان شاء الله اتأهلنا بشكل كبير جدا للمرحلة النهية لكن كمان عملية التصنيف على مستوى التصنيف احنا دلوقتي لسه في المركز السادس نيجيريا في المركز الخامس بعد الفاصل نقش مع حضراتكم ان شاء الله بإذن الله الفوزين في المباراة او الفوز في المباراة اللي جايين قد يكون ممكن يكون مهم جدا ممكن جدا يضعنا نكون في المرتبة او في التصنيف الاول وده مهم جدا للمرحلة المقبلة كل ده بعد الفوز معنا في المحترف حالا بحضراتكم مرة تانية ايهاب كنا بنتكلم على كروش واداؤه او فكر الخططي اثناء قيادت للمنتقب المصري واحنا كنا متعودين اربعة اتنين تلاتة واحد اعتقادي اربعة تلاتة تلاتة هي الخطة الاساسية لكروش بكرة ان شاء الله بإذن الله تكون مباراة مكسب بإذن الله زي ما انت قلت نتأهل للفاينال ستيج تشايف ان ممكن جدا يكون فيه حتى تغييرات على مستوى اللاعبين عن المباراتين بتوع ليبيا يعني فيه تغيير كمان على مستوى الافراد بشكل كبير ولا هيحتفظ برضو بعض اوراقه ايها التغييرات يا كابتن لا هتكون في قضيق الحدود ليه الغيابات غياب عمر مرموش فبيبحث عن بديل ليه غياب الوينش فبيحط بديل ليه انما التشكيل الاساسية المطش التاني في ليبيا قلنا فيه تغييرات برضو فتقريبا الرجل بيأميل انه يعتمد على تشكيلها اللي بيختارها واللي بيأسك فيها بيأميل انه يلعب بيها في اغلب المبارات زي ما شفنا من طريقته ولكن عايزين نأكد زي ما حدك قلت قبل الفاصل ان الفوز مهم جدا لمنتغمص عندنا حاليا نظام بعد كده عشان برضو الجماهير تعرف نظام بعد كده ان ان انت بيتأهل فيه عشر مجموعات في افريقيا بيتأهل ابطال المجموعات العشر بعد كده بتقبل نظام قرعة القرعة ازاي الفرق اللي هي ترتيب الاول بترتيب الفيفا في افريقيا هيقبل في المستوى الاول او في الوعاء الاول وفي التاني هيقبل فرق المستوى التاني معنى كده ان انت كمصر حاليا مصر ترتيبها في الفيفا السادس خلف مين بقى سنغال جزاير المغرب تونس نيجيريا بالترتيب كده ايهاب السنغال في المركز الاول سنغال في التونس في المركز التاني المغرب في المركز التالي الجزاير في مركز الرابع نيجيريا في المركز الخامس مصر في المركز السادس والفارق في النقاط ما بين المنتخب المصري والنجيري يعني نيجيريا 1478.1 نقطة طبعا منتخب المصري 1447 يعني بتتكلم في حوالي 30 نقطة تقريبا ففي حالة وانت عارف كمان على مستوى المفاجآت في أفريقيا النهاردة المنتخب الغاني منتخب غانا بيتعادل واحد واحد مع سوبيا فكمان على مستوى المفاجآت وارد جدا المنتخب نيجيريا يتعطر في أحد المبارياتين اللي جايين وانت تكسب المبارياتين وبالتالي فرصة كبيرة جدا جدا أنك تكسب وتكسب بسكور وفي حالة تعطر منتخب نيجيريا أعتقد أن احنا ممكن نكون من دمن كمان عايزين نقول الجماهير أن التلاتين بونت دي مش يعني تلاتين نقطة في ترتيب الفيفا لا طبعا ده في مباريتين ده مش فارق كبير قوي لأن المطش اللي فات بس يكفي أن أنا أقول لك أن المطش اللي فات احنا علينا 22 مركز 22 نقطة سوري بعد الفوز على ليبيا ونيجيريا بعد المباراة اللي تعصرت فيها نزلت 20 بونت 20 بونت انت تسعط 22 وهي نزلت 20 فأنت تكسب بأمر الله يعني احنا نلعب على المكسا طبعا مصر وكروش وكل الجهاز عارف أهمية تلفز في المباراتين عشان النقطة دي عشان أخش في أول خمسة في أفريقيا طيب بعض الناس كانت بتقول إن كروش من خلال تاريخه مع طبعا منتخب الإيراني أو كان بيقول ده بيلعب بشكل دفاعي فمعتقدش دوت ظهر في المطشين اللي فاته فعايزين نشوف كمان أرقام كروش من خلال مشهور الصغير أو مع منتخب مصر ومن خلاله نطلع من خلال الأرقام هل هو يميل للحالة الدفعية أكتر أو للحالة الهجومية طبعا هو لعب مباراتين إجمال الفرص اللي صنحها 11 فرصة إجمال الأهداف اللي كانت متوقعة طبعا كانت 2.7 وده مجمالي متميز جاب أربع أهداف دخل مرمى ما دخلش مرمى ولا هدف معدل الاستحواز 58% معدل التمريرات من 561 تمريرة عمل 472 صحيحة بنسبة 84% معدل التصويبات 14 منهم 7 ما بين القائم والعرضة معدل العرضيات 11 ما بينهم 5 عرضيات صحيحة اللي أنا شايفه ده عدل مباراة طبعا اتنين ده عمتا مع مصر طبعا فزنا في المباراتين ما كانش فيه تعادل ولا هزيمة لينا أربع أهداف ما جاش فينا أهداف وطبعا فيه المباراتين كانت شباك نظيفة اللي أنا شايفه ده لا هو الراجل بيشتغل بشكل هجومي أكتر بشكل دفاعي الأرقام اللي شفناها بتدل أنه هو لا استحواز كتير عندك فرص كتير عندك عرضيات كتير وده تبين لك أنه كمان بيعتمد بشكل كبير جدا على الأجناب والأطراب بشكل مباشر بالضبط يا كابتن احنا عندنا اتنين فاصل سيفل بوينت يعني تقريبا ثلاث أهداف في المباراة فرص الفرص المحققة في المباراة أو المتوقعة في المباراة فدي نسبة كبيرة جدا كيروس زي ما قلنا وكنت محرك هنا قبل كده قلت الكلمة دي عكس ما يقال عنه هو مدرب هجومي مدرب يمين لللعب الهجومي وبيحب اللعب الهجومي وبيختار دايما برضه بيحب يركز على اللعيبة اللي عندها موهبة واللعيبة وحتى اختياراته في المؤسكر ده يا كابتن يعني لو لاحظنا كده اختياراته أنا شايف أن الراجل رايح عايز يكسب جاب عناصر جاب عناصر هجومية رجع محمد شريف رجع مجدي أفشا رجع عناصر هو في دماغه بيلعب مباراة دي حتى العناصر اللي اتقلقت في مباراة الكمة يعني شريف أهم مباراة في الدور المصري والله هو كان حضرها وطبعها شريف وقفش قدم مباراة كبيرة مصطفى فاتحي نجمي ناد زمانك قدم مباراة جيدة لما نزل الشوت الثاني كان متواجد فهو اختار العناصر اللي كانت مميزة جدا في المباراة والعناصر اللي لم تكن موفقة ما اختارهاش بدليل غياب عناصر بقالها مثلا خمس سنين ما خرجتش من المنتخب مصري مش موجودة مش موجودة حاليا في القايمة المعات فهو الرجل بيشوف زي ما حراك قلت بيشوف قاس قوي وبيبص وبيتابع كل لعب وعارف مين اللي عايزه في المرحلة دي وعارفه امتى وعارف لعيب لكل مرحلة يعني هو عنده لعيب لكل مرحلة بعد ما الدنيا صارت وقاله الرجل ازاي استبعد افشا وشريف شفناه في مباراة واحدة مع اسكر واحد اللي هو تم خط فيه مباراتين اللي بيستبعدوا حاليا بيرجعوا على طول ليه لان الرجل بياخد كل مباراة بحسابتها ما عندهش حاجة اسمها وهو قالها قالنا باب المنتخب مش مقفول على حد ومش حكر على حد هو بيختار على حسب المرحلة اللي بيمر بيها واللعيب المناسبة لكل مرحلة لكن في اعتقادي كمان الشخص ان المباراة بكرة ان شاء الله تكون محسومة للمنتخب المصري ومش بالكلام لعالو نشوف مع بعض ارقام الفريطين من المنتخب المصري والمنتخب الأنجولي من خلال مشوار التصفيات طبعا عدد مباراة أربعة لكل طريق احنا طبعا في المركز ترتيب المصري في المركز الأول أنجولا في المركز الرابع 10 نقاط مقابل 3 نقاط لأنجولا احنا فوز 3 أنجولا مفازاتش غير مباراة واحدة تعادل بالنسبة للمنتخب المصري مرة واحدة وأنجولا مات عبلتش هزيمة 3 أنجولا مفيش هزيمة المنطقب المصري. عدد الأهداف مصر لها ستة أهداف. وأنجولا لها تلات أهداف. الأهداف اللي علينا هدف واحد. وأنجولا عليها خمس أهداف. أتقاضي الأرقام بتقول على الورق المباراة سهلة. يعني خلينا نتكلم دايما تاريخ مصر واللعيبة الموجودة والخبرات الموجودة في منطقب مصر. دايما بنقول أن مصر هي الأفضل. لكن يبقى الأفضل خلال التسعين دقيقة. لأن دايما بتكون في بعض المفاجآت. فإحنا مش عايزين مفاجآت. إحنا على مستوى الفني أفضل. إحنا على مستوى التكتيكي أفضل. على مستوى الأفضل. فأنت شايف قاب مفتاح الفوز بكرة إيه؟ يعني مصر تعمل إيه علشان ما يبقاش إحنا وإحنا عاديين قلقانين سفر سفر لغاية آخر دي أو حتى كسبان واحد سفر يكون فيه قلق. إيه اللي يعمله المنتقب المصري وكروش بكرة عشان نضمن المكسب ومكسب بنتيجة كويسة. يأخد المباراية كابتن بكل جدية بكل تركيز. أعتقد كروش زاكر كويس جدا ماتش الدور الأول هنا أو ماتش اللي كان في مصر. دهنا زي ما قلنا نكسب أنجولا بصعوبة بهدف اللاشيء. منتخب أنجولا منتخب مميز جدا بغض النظر عن النتائج. الكرة حالية اللي لا تعترف بالتاريخ. التاريخ بيقول إن إحنا عندنا تفوق كامل وكاسح على منتخب أنجولا في تاريخ المواجهات بين منتخب مصر ومنتخب أنجولا. ولكن أنا لايك زي ما حركت لسه بتقول على الملعب إلا حيث الفرد الملعب. لازم أعتقد كروش قرأ المنافس جواس جدا. النقطة الأولى اللي فوز بغرا أن منتخب مصر يلعب المباراة الجدية. هي يخش المباراة بنفس الروح اللي دخلنا بها مباراة ليبيا. نفس التركيز ونفس نفس التركيز المباراة ليبيا ومباراة مصرية. لازم نكسب لازم كذا. بكرة لازم نخد المباراة التأهل. خلاص زي ما بنقول كده أن التأهل بنسبة كبيرة. الحمد لله مصر هي اللي هتتأهل عن المجموعة. يعني ده إحنا عندنا نسب أنه ممكن تخسر وتتأهل بكرة. في حال نتائج تانية للمنافسين. يعني ممكن تخسر وتتأهل. في حال خسارة ليبيا أو تعادل الجابون سوري وليبيا. الاتنين خلاص هتبع أنت تتأهلت برضو. طبعا إن شاء الله مصر تتأهل بإذن الله للدور المهم للدور الإقصائية. تأهل خامس. هو ده الحلم أنتنا نتأهل خامس على أفريقيا في تصنيف الفيفا اللي جاي. إن شاء الله. إن شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا. شكرا كابتن هاني. وكنت سعيد بتوجدي معك. شكرا لك. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا بكرة. نفس التركيز لمباراة ليبيا. إن شاء الله بإذن الله مصر قادرة ومنتخبنا قادر للفوز. وبنتيجة كبيرة لو فيه تركيز كويس. لو لعيبة فعلا على مستوى المسئولية وكل يقدم ما عليه إن شاء الله بكرة يكون تأهل منتخب مصر للفاينال ستيج أو المرحلة النهية للتصفيات. والوصول بإذن الله لكاس العالم 2022. دي كانت نهاية حلقة نهاية الأسبوع من المحترف إن شاء الله. لقائي مع حضراتكم يوم الاثنين اللي جاي. ويوم جديد وحلقة جديدة من المحترف.